السلام عليكم ازايكم يا شباب يا رب تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال يا رب النهاردة ان شاء الله نبتدي مع بعض المحاضرة الخامسة من الكورس بتاع الكواليتي كنترول وفيربل برودكس طبعا انا مش محتاج اقول لكم ان المحاضرة الخامسة دي طبعا مش دخلة معنا في الميت ترم دي ان شاء الله نبتدي نشتغل فيها وتبتدوا تسمعوها باذن الله على خير بعد الميت ترم ولكن هي طبعا لازم تنزل في المعاد بتاحها او في الجدول بتاحها العادي انما احنا عارفين ان دي ان شاء الله مش دخلة معنا في الميت ترم باذن الله تعالوا نبتدي كده مع بعض نشوف المحاضرة بتاعتنا النهاردة هتتكلم عن ايه في البداية كده لو جينا نشوف المحاضرة بتاعتنا المفروض النهاردة هنطلع منها بايه احنا النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا لو فاكرين كنت بدأت معها فيه بدأتوا معاك اتكلم المحليها في المحاضرة اللي فاتت وهي ال جود ستوريج براكتسز او الجي اس بي لو فاكرين الجي اس بي او الجود ستوريج براكتسز دي احد الحاجات المهمة جدا لعملية التخزين بتاعت الفرماسيوتيكال روماتيريال عموما ولكن طبعا بتبقى مهمة اوى اكتر كمان في حالة الستوريج بتاعت الهربال روماتيريال طبعا بنتكلم في التخزين يبقى احنا بنتكلم على روماتيريال وبرضو بنتكلم على فينشد برودوكس الاثنين ولكن هنا انا هركز طبعا على الستوريج اوف روماتيريال لان دي اهم بكتير عملية ان الهرب يجي لك الاول من الفندر او من السبلاير زي ما شرحنا المرة اللي فاتت وبعدين انت محتاج ان انت تتعامل مع صح الاول عشان ما يحصلش انفريوريتي نتيجة اليمبروبر بوست بروساسينج او اليمبروبر بوست هارفستينج ان انت بعد ما عملت بعد ما الهربال روماتيريال حصل له هارفستينج وجاء لك انت تعملت معه غلط فحصل فيه انفريوريتي وبقى وطبعا انا مش فاكر ان انفريوريتي لازم يعرف المصطلح ده كويس قوي اخدناه طبعا المرة اللي فاتت خلاص وبالتالي باول حاجة نتكلم عليها بعض الحاجات او بعض الامثلة على الجود ستورج براكتسز ازاي ان انت تخزن الهربال روماتيريال بتاعتك بشكل مزبوط النقطة التانية اللي بنتكلم عليها بقى وهي دي نقطة برضو المهمة قوي اللي حنكمل بها يمكن بقية الترم كله اللي هي فكرة الكواليتي كنترول سايكل لغاية دلوقتي احنا ما تكلمناش على الكواليتي كنترول سايكل نفسه انت بتعمل ايه في السايكل دي بتشتغل عليها ازاي او او بايه الخطوات اللي انت بتعملها ولو فاكرين كنت قلتلكم ان احنا عندنا لازم بنمشي بيها طب اللي بتقول ايه هو ده بقى اللي حنبتدي نتكلم فيه ابتداء من نص المحاضرة دي او من يعني تلاتة ربع بتاعها بعد من خلص ربع الاولاني اللي هو الجود ستورج براكتسز وبعدين نكمل بقية المحاضرة كلها في اول خطوة او خطوتين من الكواليتي كنترول سايكل تمام كده وبعدين بقية المحاضرات الجاية كلها هتبقى مكملة معانا السايكل دي او السايكل دي بتشتغل ازاي فهينا بنتكلم ان احنا هنبتدي النهاردة نعرف ازاي تؤفاليويت الجنوينيتي او نعمل اوثنتيكيشن للهرب الروماتيلي بتاعتنا وازاي نعمل كمان للبيوريتي بتاعة الهرب الروماتيلي اللي احنا هنا تقريبا من التكنيكس اللي هنتكلم عليها نهاردة ممكن نكون بنجاوب على السؤال الاولاني اللي هو الايدنتيتي وعلى السؤال الثاني كمان اللي هو البيوريتي تمام لو فاكرين هل الهرب ده هو فلان ولا لأ وهل فيه contamination ولا او contaminants ولا مفيش فنهاردة هناخد مثال لأحد الماثودز اللي ممكن تشتغل معنا في الحاجات دي بشكل كويس تمام ولكن دايما هتلاقيني في الquality control مش بتكلم عليها على مجرد techniques كده وخلاص HPLC GC microscope لا احنا هنتكلم عليها من خلال guidelines بتقولك لما يبقى عندك روماتيديا لتجينك المصنع هتعمل ليه اول خطوة هتعمل كزا تاني خطوة هتعمل كزا تالت خطوة هتعمل كزا بحيث ان نوصل في الاخر ان احنا هيكون عندنا سايكل متكملة السايكل دي بتحقق لنا التلات اهداف اللي احنا عايزينها اللي هم quality وال safety وال efficacy التلاتة standards اللي احنا كنا بندور عليهم قلتلكوا عشان نحققهم لازم بنجاوب على مجموعة من الاسئلة اهمها هل الهرب ده هو فلان اللي انت عايزه ولا لأ اللي هو ال identity هل فيه contamination هل فيه any other contaminants اللي هو ال purity وال percent بتاعت المادة الفعالة بتاعتك قد ايه اللي هو ال content واضح نبتدي بقى نشوف مع بعض كده الجزء الاولاني من المحاضرة اللي هو good storage practices عشان نتكلم يا شباب على good storage practices فاحنا محتاجين ان احنا نفهم كويس قوي حاجات معينة اهمها مثلا انت عشان تخزن صح فانت عندك يمكن factors لازم تهتم بيها اللي هي factors or primary factors of deterioration اللي هو فاكرين اللي كنا نهم المرة اللي فاتت اللي هما air نتكلم على oxygen نفسه ممكن يكون factor of deterioration لو الحاجة اللي عندك بتتعرض لل air او تعرضت لل air بيحصلها oxidation بشكل كبير الحاجة التانية اللي كنا ممكن اخدنا امثال على حتة دي بنتكلم مثلا على حاجة زي light من الحاجات اللي بعض المركبات عندنا او بعض النباتات والروماتيلي اللي بتتأثر بيها جدا وبتبقى light sensitive بنتكلم على حاجة زي temperature بنتكلم على حاجة زي humidity او moisture content زي ما شرحنا قلنا ان humidity اللي موجودة في الجو نفسها او نسبة المية نفسها كمان اللي موجودة في النبات اصلا الحاجتين دول مع بعض ممكن يأثروا لي على نسبة المواد الفعالة اللي موجودة ممكن يأثروا لي على ال enzymatic machinery بتاعت النبات نفسها وشغلها في وقت التخزين فبدل ما تطلع مادة فعالة تطلع مادة تانية تمام لان احنا اتفعلنا المواد دي بتطلع عن طريق enzymatic reactions وممكن كمان تأثر لي على المادة الفعالة من ناحية ال stability بتاعتها وتعمل لها hydrolysis وغيره تمام وبالتالي احنا عندنا ال 4 factors who لازم يبقوا دايما في دماغنا واحنا بنتكلم على ال storage وعشان كده من اهم الحاجات اللي لازم نتكلم عليها في ال storage هي فكرة ال containers ال containers نفسها اللي حيكون فيها ال herbal raw material بتاعتنا اول شرط في ال container بتاعنا زي ما انتو شايفين هنا انه لازم ما يعملش اي interaction سواء physically او chemically ولا interaction physical ولا chemical تمام ولا physical ولا chemical مع ال herbal material بتاعتنا بمعنى انه يكون inert وده طبيعي في اي container بتاعنا بنشترط انه لازم يكون inert او مصنوع من مادة inert ما تتفعلش مع ال herbal raw material باي شكل من الاشكال تمام طيب لان التفاعل ده ممكن جدا يؤثر على ال quality بتاعت ال herbal raw material بتاعتي ودي حاجة منطقية جدا مش محتاجة ان اتكلم فيها كتير طيب عندنا نوعين من ال containers دايما بنستخدمهم في ال storage بتاعت ال herbal raw material اول نوع اسمه ال well closed containers ولازم نبعارفين الفرق بينهم كويس قوي ال well closed containers والنوع التاني اسمه air tight containers او سعب بنسميه tightly closed containers يبقى لو سمعت كلمة air tight هي هي نفس كلمة tightly closed containers واضح طيب ال well closed مختلف شوية عن tightly closed الفكرة في الاتنين ان احنا الهدف الاساسي من ال container فيهم هما الاتنين متحقق ايه هو الهدف الاساسي من ان انا استخدم container في ال herbal raw material او في اي حاجة ان انا بحفظ بحافظ على الحاجة اللي موجودة جوه ال container فبالتالي ال container اللي موجود عندي ده اهم شرط فيه انه to prevent the loss بتاع المaterials اللي موجودة عندي ده اكيد دي مش عايزة كلام وبالتالي ده شرط متحقق في الاتنين سواء انا مستخدم well closed container او مستخدم type the closed container الشرط التاني انه يمنع دخول مادة من برة اللي هو بنوعها الاكسترينيس ماترس يبقى الاكسترينيس ماترس دي سواء كانت dirt sand insects اي حاجة من برة تدخل ما تدخلش معنا جوه الايه جوه ال container بتاعنا وده برضو شرط حيكون متحقق في الاتنين لان ده مكان مقفول ومتغطي كل حاجة وبالتالي ال well closed وال air tight او tightly closed containers اللي اتنين بيعملوا protection للcontent بتاعهم من اللاص بتاع المaterials نفسها فقد المaterials نفسها انها تخرج برة او دخول اكسترينيس ماتر من برة عليها انما ايه بقى الفرق بين الاتنين الفرق ان ال well closed containers هي دي مهمته ما بيقدرش يعمل اكتر من كده تمام؟ under the normal conditions العادي انما ال tightly closed container بيقدر يعمل مهمة او function زيادة شوي انه هو بيقدر تبروتاكت المaterials من حاجتين كمان ال herbal raw material اللي عندي اللي موجودة جوه دي من حاجتين كمان حاجة اسمها ال evaporation ودي يمكن واضحة ان انا لو عندي حاجة volatil عندي حاجة ممكن انها تتضخر بسهولة اقدر ان انا حافز عليها عن طريق ان انا احطها في ال air tight او tightly closed container ده الحاجة التانية انه بيقدر يعمل protection لل raw material بتاعتي من حاجة اسمها deliquescence deliquescence بالعربي كده لو بسطوا عليها معناها التميع التميع يعني ايه يعني ان يحصل في عارفين زي ان يكون مسلا مادة عندك هايجروسكوبك فتبتدي تأبزورب الموستشر او الهيوميديتي من المية من الجو من الاتموسفير وبتالي يبدأ يحصل فيها نوع من انواع الايه بدلا ما هي powder تتحول لستيكي ماس تتحول لتبقى فيها مية شوية كده ده بنوع عليه deliquescence وبالتالي ده معناه ان ال air tight container ده حيقدر كمان يحميلي ال herbal raw material اللي بتتأثر بالهيوميديتي بشكل او باخر بالذات الحاجات اللي بتكون هايجروسكوبك واضح جدا اللي هي بتأبزورب اللي تكان من الاتموسفير او من البيئة المحيطة بيها خلاص يبقى دول حاجتين مهمين جدا تمام ودول حينفعونا كويس قوي لما تيجي تقبص على اللي هي فكرة من خلال مثلا التمبرتشر العالية فالحاجة اللي عندك تتبخر فلما يكون الحاجة متخزنة جوه air tight container ده مش هيحصل الحاجة التانية كمان فكرة الايه فكرة او الهيوميديتي ان يكون عندك نسبة هيوميديتي عالية فتبتدي برضو الماتيريال تتأثر بيها ويحصل فيها او تبقى تأثر على الفيزيكال حتى properties بتاعته خلاص يبقى احنا كده فهمنا ايه الفرق الاساسي ما بين ال well closed وال tightly closed containers ويمكن الفرق ده انت سهل اوي تعرفه لو بصيت حتى في صيدليات عمدك في صيدلية هتلاقي دايما ان في بعض ال products ال containers بتاعتها لما تيجي تفتحها تفتح معك عادي من غير اي مشاكل في بعض ال containers التانية لما تيجي تفتحها لازم تعمل معك click sound click sound زي الصورة اللي على اليمين دي الصورة اللي على اليمين دي لما تيجي تشوفها كده هتلاقي ان احنا عندنا هنا لما تيجي تفتح product زي ده هتلاقي دايما فيه click sound مش بس كده ده في بعض product ممكن تفتحها مرة واحدة تسمع في اول مرة بتفتحها click sound ده بعد كده لما تيجي تقفل وتفتح تاني مفيش click sound في حين ان فيه containers تانية كل ما تقفل وتفتح هتسمع صوت التكة دي click sound ده موجود فده بنقول انها بتفضل airtight after re-closure تمام بتفضل airtight after ايه after re-closure يعني حتى بعد re-closure بتاعتها او قفلها تاني اخدت الجرعة بتاعتي وقفلتها وجيت افتح تاني هيحصل click sound ده موجود طب ده انا بكلمها كده على container موجود في finished product اهو نفس نوعيات containers دي بتكون موجودة في الروماتيريا ليمكن باختلاف الاحجام بتاعتها شوية باختلاف الشكل بتاعها شوية ولكن نفس الفكرة نفس الفكرة بتاعت tightly closed والwell closed ايه containers بس انا حبيتها بسطها لكم بشكل containers هنا بتاعت finished products زي ما انتو شايفين هنا وهنا كده ده well closed عادي وده airtight زي ما انتو شايفين تمام ولكن هو نفس الفكرة دي بتكون موجودة في الherbal روماتيريال بشكل او باخر زي ما قلت لكم الشرط تكون الاحجام صغيرة اوي كده او علاب صغيرة زي علاب الدواء بتكون احجام كبيرة طبعا لانا بيكون عندنا كميات روماتيريال كبيرة ولكن نفس الفكرة دي بتكون موجودة خلاص تمام وبالتالي انا لو جيت قلت لك دلوقتي ان انا عندي ماتيريال مثلا لو جينا طبقنا بقى الكلام ده على الامثال اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت ان احنا مثلا عندنا روماتيريال هربال روماتيريال جهالي المصنع زي مثلا اه ال 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 ده برضه حيافي جدا بالغرض تمام؟ واحد احتاج تغير طبعا الـ dehydrating agent ده كل فترة انما لما يجي نتكلم مثلا على حاجات زي الـ volatile oils مثلا او دي بتتأثر جدا بالـ air بيحصلها زي ما فاكرين oxidation والـ volatile oils بيحصلها حاجة اسمها resynification لو فاكرين والـ fixed oils بيحصلها حاجة اسمها rancidity صح؟ بنتيجة نتيجة تأثورها بالـ air او نتيجة الـ oxidation اللي بيحصل لتعرضها للـ air طرات طويلة نفس الكلام لما بيجي نتكلم على الـ vitamins مثلا اللي موجودة في الـ cod liver oil او اي نوعية من الـ vitamins بالشكل ده حاجات دي برضه بتتأثر جدا بالـ light وبتتأثر جدا بالـ air حاجة امثلة بقى كتير بالشكل ده وبالتالي النوعيات دي كلها يفضل فيها دايما ايه؟ tightly closed container دايما لما بيجي نتكلم على حاجات بيحصل لها air oxidation بيحصل لها evaporation بيحصل لها تأثر بالـ moisture او بالـ humidity كل الحاجات دي يفضل فيها airtight containers او tightly closed containers تمام كده؟ يبقى كده فهمنا مبدئيا ايه الفرق بين الاتنين؟ عرفنا المواصفات العامة لأي container وهو الهدف منه ايه؟ وعرفنا الفرق بين well closed والairtight containers تمام؟ نيجي للنقطة التانية المهمة جدا بالنسبة لي عملية الـ storage و verbal drugs هي الحاجات بقى اللي بتكون specific شوية اكتر من الـ container زي مثلا ان بيكون جايلي herbal raw material انا عارف ان الباتش اللي جايلي دي light sensitive فيبقى اللي لازم ياخد اجراءاتي جوه المغزن زي ما قلنا المرة اللي فاتت قبل كده ايه اللي بيحصل في حالة light sensitive raw material قلنا دايما لما يبقى عندك حاجة light sensitive فانت عمدك حل من 3 والثلاث حلول انا هتطهوم لك هنا مجمعهم بشكل كبير اهم اول حل واحسن حل فيهم هو ان انت تستخدم حاجة اسمها light resistant container يبقى اتفاقنا مثلا ويمكن اخد امثال على الحتة دي لو فاكريني المرة اللي فاتت هو الـ roberb الـ roberb من حاجات اللي بتستخدم كتير جدا من الحاجات اللي هي بيبقى لها دور كبير جدا وبالتالي مهم قوي ان انا عرف اتعامل معي هل انا فيها anthracene glycosides طبعا اول حاجة لما تيجي تفكر glycosides دي من الحاجات اللي ممكن اي glycosides في الدنيا بيبقى لها يبول جدا للـ hydrolysis لو نسبة المية عالية شوية والحرارة عالية شوية يبتدي يحصل hydrolysis على طول تمام وبالتالي يبقى الشجر يطلع الواحده والـ glycosides يبقى الواحده وبالتالي بتفقد جزء جبير جدا من الفعالية بتاعت الايه الـ active conicity twins بتاعتك او therapeutic efficacy بتاعتك ده حاجة الحاجة التانية برضو لما ديجي تفكر في الروبر باحنا عندنا معلومة مهمة جدا بتقول لي ان الروبر بدا من الحاجات light sensitive جدا وان باود الروبر لو تعرض لللايت بشكل لفترات طويلة ممكن ان جدا تلاقي اللون بتاعه بدل ما هو المفروض ان هو بيبقى الوش براون كده يبتدي يبقى dark reddish براون وده معناه ان حصل تغير في الchemical profile بتاعه تمام وحصل photo decomposition وبالتالي النوعية دي ده مثال طبعا الروبر بهنا مجرد مثال وبالتالي النوعية دي من الherber raw material دي كلها لازم تعامل معاملة مهمة جدا وهي تخزينها في حاجة اسمها light resistant containers ويمكن كنت وردكو ولازم نرجع للفيديو بتاع المرة اللي فاتت لازم تشوفوه تاني بتاع المحاضرة اللي فاتت المحاضرة قمة 4 ان شفنا فيها فكرة ان احنا light resistant containers دي ممكن تكون جزء منها متعلق بالherber raw material وجزء تاني متعلق بالfinished products يمكن اشهر حاجة في الفينشد products هو الامبر glass containers اللي انتوا شايفينها قدامكم دي تمام هنا بيكون glass نفسه من اللون الغامق اللي هو black شوية اللي هو بيقدر ان هو يعمل light resistant يعني ما بيعديش الضوء وطالما ما بيعديش الضوء يبقى هو كده عمل protection للرو ماتيريال من الفوتو دي كومبوزيشن طبعا في نوعية تانية بنقول عليها light proof wrapping containers لو فاكرين ودي كدت بتبقى اكتر للherber raw material لانا مش حضرت صورتها هنا بس ممكن نرجع لها في الفيديو اللي فات دي بتبقى للherber raw material وبتقدر تشيل كميات كبيرة من الherber رو ماتيريال وتحس انها من بره السطح بتاعها من بره هعمل زي aluminum sheets كده aluminum foil بتبقى لونه لونه فضي كده وبيمنع دخول الايه الضوء بشكل كبير تمام ده اسمه light proof wrapping container زي ممكن انا الاسم ده كنت تكلمتوكو عليه المرة اللي فاتت هكتبه بس هنا معاكو دلوقتي light proof wrapping light proof wrapping containers ده من الحاجات اللي هي مهمة برضو ناخد بالنا جدا منها في الايه الاسم ده انا كنت كتبته زي ما قلتلكم في المرة اللي فاتت فيه او في المحاضرة اللي فاتت هتلاقوه موجود تمام ده بالنسبة للجزء ده النقطة التانية المهمة طب انا لو ما عنديش light proof wrapping containers بتبقى عنديه بتبقى اغلى شوية بتبقى اغلى شوية فبالتاني ممكن بعض المصانع متلجأش انها هتستخدمها قوي وممكن تستخدم ساعتها regular containers العادية ولكن بتبقى دايما جوه light resistant او opaque covering حاجات شبه كده تمام بتبقى حاجات زي كده بتبقى المفروض انها containers عادية ولكن محطوط عليها زي ورق ابيض من بره او زي سلوفان من بره حاجات بتبقى فيها او سوري او لو من المشيتس من بره بتبقى light proof او light resistant برضو بحيس انها عادي بس اخزن دايما في مكان يكون dark place وده طبعا حل يعني هو بيقل له limitations كتيرة جدا انت في وقت من الاوقات لازم حتتتعامل مع الهربة روماتيرير فلازم تفتح النور عشان تشوف فالدنيا بتبقى صعبة جدا وبالتالي الاهم او الاحسن هو light resistant containers او regular containers اللي بتكون موجودة في light resistant ايه كافريك طيب النقطة التانية اللي بعد كده هي temperature temperature لما نيجي نتكلم بقى على حتة temperature زي ما قلت لكم فاحنا هنا بنتكلم ميلي على الماجوريتي او default بنسبة لنا ان احنا التغزين بتاع الهربة روماتيريا اللي بيكون at room temperature ولكن انا نهاردة هتكلمكم كمان ان storage practices الجديدة بتقول ان لا ان انت مش طول الوقت وانت مخزن بتخزن عن room temperature لازم بتعمل تغيرات في درجة الحرارة وانت مخزن وحقول لكم الكلام ده بيتم ازاي خلاص انما الطبيعي ان الهربة الماتيريا العموما بتتخزن at room temperature حتى بعد ما بتبقى finished products في صورة dietary supplements مثلا في مصر بتلاقي معظم dietary supplements مش بتحتاج انها يعني temperature مش بتحتاج ان انت تنزل بدرجة الحرارة مثلا تخطوها في تلاجة ولا حال لا هي كل تغزين تقريبا بيتم at room temperature وبتلاقي الليبل ده موجود على العلبة بتاعتك خلاص ولكن زي ما قلت لكم في بعض الاحيان درجة room temperature دي بدلوقتي بقى فيها تغير كبير جدا بالزات seasonal يعني وحتى في الدول اللي ما كانتش درجة حرارة بتاعلى فيها قوي دلوقتي بقى فيه درجات حرارة بتاعلى وبتوصل ل40 وكده وبالتالي لو فاكرين ان احنا كنا قلنا ان درجة الحرارة المكسمم اللي انا اقدر اخزن عندها الهربة روماتيريا البتاعتي بيكون كم بيكون 40 يعني لما بوصل ل40 45 بيبتدي كده ده يأثر على الانزامات كنا قلنا الكلام ده قبل كده في المحاضرة اللي فاتت وبالتالي يأثرلي جدا على المواد الفعالة وعلى نسابها فعشان كده مهم اوه يا شباب ان احنا ناخد بالنا من ان بتاعتي دايما تكون cool place cool place وcontrolled at controlled temperature زي ما شرحنا سواء بقى الـ controlled temperature دي حتكون 25 بالزبط او زي ما قلتلكو قبل كده ان عادة بننزل دراجتين او 3 عن الـ room temperature فبنخزن عند 22 او عند 23 ده الـ approach العام ولكن دلوقتي زي ما قلتلكو الـ approach ده بقى فيه modification شوية وبقينا بنستغل وجود cool system ده اللي هو store area بتاعتك تكون مجهزة بتكيفات وتكون مجهزة بكده ان انا ممكن ننزل بدرجة الحرارة في وقت التخزين ودلوقتي كمان بقينا كمان نحاول ننزل ونعلى وحقول لكم الكلام ده بالتفصيل كمان شوية خلاص ولكن مبدئيا الهربة الـ room material كلها بتتخزن at room temperature وهي finish the product بتبقى على الشلف عادي جدا الا اللي في حالات نادرة قوي وهي room material بنخزن عند درجة حرارة اقل من room temperature بدرجتين او 3 فبتبقى عند 22 23 حاجة بالشكل ده humidity humidity برضو من الحاجات كلها خلتلاحظوا ان كل factor من دول هو primary factors of deterioration اللي احنا اتكلمنا عليه فانا بديجي نتكلم على humidity شرحنا لها امثلة كتيرة جدا المرة اللي فاتت قلتلكو ان مثلا digital sleeves قلتلكو من الحاجات اللي بتتأثر جدا بال moisture content قلتلكو حاجات تانية كل الحاجات اللي فيها glycosides تخاف عليها جدا من نسب moisture العالية قلتلكو حاجات زي من الحاجات اللي تستخدم ك expectrons كتير جدا وبتبقى hydroscopic فبالتالي كان absorb water من atmosphere فيعمل لنا مشاكل وبالتالي كل الحاجات دي محتاجة ان لازم بتاعي يكون في حاجة مهمة جدا اسمها ايه اسمها desiccant ده لازم يكون موجود مش عايزة كلام خلاص desiccant او سعب بن سميل لو فاكرين dehydrating agent كنت تكلمتلكو على حتة dehydrating agent دي الاسبوع اللي فات هو هو نفس معنى كلمة desiccant قلتلكو ده agent الهدف منه انه طالما دي ايه في الاول يعني هو بيريموف الووتر او بيأبزور بالووتر فهو الهدف منه انت بتحط مع البلانت بتاعك ويبتدي هو يحافظ على نسبة الموستر انها تقل فاكرين لما كنت قلتلكو ان كده كده في نسبة موستر موجودة في النبات حتى بعد بتوصل الـ 12% ولكن مع التخزين بوجود الهدف انا ممكن بنزل بالموستر لنسبة 5% وده بيبقى كويس جدا بالنسبة لي انه بيحافظ لي على بتاعت الـ اللي ان هو بيكونش في مية خالص بحيث انه بعد كده هو بياخد مية من المواد اللي موجودة معاه اللي هي غالبا بتكون الـ رو ماتيري لو ضربنا امثلة كتير زي طبعا يفضل انه ما ميكونوش مع الـ بتاعتك ده اكيد يعني ممكن يتحطوا مثلا في كيس او في حاجة تكون بس تكون طبعا حاجة تكون يعني بنوع عليها اللي هي الباكز اللي بتكون فيها زي هولز كده او بحيث انها تقدر انها تبقى دايما ان كونتاكت برضو مع الهرب الماتيري اللي ما تبقاش معزولة عنها عشان تقدر تقدير ايه الـ احنا طلبين وده على فكرة بتشوفه حتى في تفتح بعض العلب بتلاقي شايفنا دي الكور البيضة دي موجودة جوا كيس كده والكيس ده زي ما انتو شايفين ومفتح في بحيث ان هو مش مقفول مش مصمط لا بيبقى بيبقى في بحيث ان هو يقدر ان هو تقدر تابزور من الهرب الروماتيريا اللي موجودة معها زي ما انتو شايفين هنا كده تمام واضح يبقى ده مهم قوي ان احنا ناخد منه ده احد الحاجات المهم قوي اسمها molecular sieves s i e v e s molecular sieves وفيه زي ما قلتلكم برضو silica ده مشهور قوي في finished ايه في finished product احنا عندنا في finished product اشهر حاجة هي silica المolecular sieves يستخدم بشكل اقل شوية يمكن مستخدم اكتر كمان في حاجات اللي هي فيها هتبقى food اكتر conventional food اكتر انما still موجودة وفي ال raw material العادي بنستخدم الحاجات dissecance العادية زي الانهايدرس سوديم صالفيت وزي الانهايدرس كالسيوم اي coloride تمام واتفقنا ان دايما نحفظ ان dehydrating agents او dissecance ما تكون in direct contact مع product اللي انت بتحفظ عليه او بتقلل نسبة الموجودة فيه واضح ده كده بالنسبة للحاجات دي كلها وبالتالي انت كده تقدر تربط الكلام اللي احيان بيقوله دلوقتي ده بالكلام اللي قلنا المرة اللي فاتت في الجزء بتاع deterioration لان الاثنين مربوطين ببعض الامثلة هناك تقدر تطبقها على الكنتينرز هنا تمام فبالتالي الدنيا تبقى كلها مربوطة ايه مربوطة ببعض خلاص هنبتدي بقى نتكلم دلوقتي على جزء الانسكتس او الفاكرين لما كنا قلنا ان الساعات في بعض الاحيان بيبقى عندك دايما في المتحدة بتاعتك مشاكل متعلقة بال الكنتامين ب الانسكتس نحافظ على اللايت نعمل اللايت ونعمل الهيوميدي دايما نخزن في ونحافظ ان الكنتينر بتاعنا نفسه اصلا يكون في كل الحاجات دي لازم تبقى موجودة ولكن الكنتينر بتاعنا يكون حسب نوع الهرب الماتيريا بتاعتي ولكن في بعض الموديفكيشن زي لانا محتاج اعملها برضو في الستور اريا بتاعتي بحيث ان انا احافظ اقل جدا حدوث الكنتينر يمكن اشهر الكنتينر بنتكلم عليها هنا هي الانسكس بانواعها دي من الحاجات اللي بتبقى مشهور جدا انها ممكن تكون موجودة مع اما جاية اصلا مع الهرب الماتيريا من الفندر اما نتيجة وجودها جوه المغزل لفترات طويلة فتبتدي الانسكس تنشط انها تروح تعمل كنتامينيش للحاجات اللي زي كده عن طريق انها تتغزى عليها طبعا دي حاجات كلها بتبقى يعني ممكن الانسكس جدا تبقى بنسبة لها حاجة يعني اتراكتف جدا خلاص وبالتالي خلينا نشوف المختلفة اللي احنا ممكن نستخدمها وايه برضو اللي بيستخدم في الفترة الحالية يمكن يا شباب من اول الماثد اللي حنتكلم عليها في عملية الكنترولي بتاع وجود الانسكس في الهرب الوماتيريا اللي بتاعتك هي الهيت تريتمينت يمكن من اسمها كده طبعا انا كل ماثد من دول اللي انا عايزك تعرف احنا بنعمل فيها ايه وفيدتها مزايها وعيوبها ايه يعني دايما هتتكلم في كده وبالتالي لما تعرف المزايها والعيوب هتعرف هتستخدمها امتى فلما بديجي نتكلم على الهيت تريتمينت الكلمة دي على طول بتبايل لك ان احنا عندنا درجة حرارة هتبقى عالية يبقى ده معناه ان انا حبتدي عرض الهيرب الرو متيريا لدرجة حرارة ممكن توصل في الرينج ده من 60 ل65 درجة مش اكتر من كده طب اشمعنا الرينج ده بالذات الرينج ده عنده بيحصل حاجة مهمة جدا اولا معظم الانسكت اللي موجودة في الهيرب الرو متيريا بتاعتك بتموت ما بتقدرش تستحمل درجة الحرارة دي نتكلم بقى على انسكت سواء كانت في تعرفين الانسكت طبعا اي اي ده طبيعي وبالتالي الانسكت ممكن يكون لها اضل ممكن تكون في المرحلة الاج لسه كل الانسكت بتتأثر بدرجة الحرارة العالي عشو كده بنقول ان الماثود دي افكتف كمان اجينست الانسكت اجز ليش معنى الانسكت اجز بالذات لان الانسكت اجز من الحاجات اللي ممكن تكون تمام وحنشوف كمان شوية ازاي تمام وبالتالي دي ميزتها ليها ميزة حلوة قوي انها من اول الانسكت اج لغاية الادلت اي ستيج فدي ميزة كويس ولكن انا عندي مشكلة ان مدة الهيت ريتم دي حتكون قد ايه فبنقول ان مدة الهيت ريتم دي ممكن تتروح ما بين من دايس يعني بيكلم من على حجم اللي موجود عندك قد ايه على حجم كمية اللي موجود عندك قد ايه ودي بتعمل لنا طبعا مشكلة ليه لان انت غالبا في المصنع دلوقتي بيكون عندك كميات مهولة من الهرب رو ماتيرييل وبالتالي ده معناه ان انت مطلوب منك ان انت اتعرض الهرب رو ماتيرييل دي لوقت طويل جدا لدرجة حرارة عالية من 60 ل65 بقولكم ممكن نوصل لايام عشان نقدر ان احنا نعمل افشينت او وبالتالي اقدر ان انا موت معظم الانسكس لو فيه انسكس موجودة تمام وده معناه ان انا ممكن جدا بشكل اخر بموت الانسكس بس في نفس الوقت ببتدي اعمل او بعمل اللي اللي قبل كده ان لو فاكرين في درجة الحرارة لما كنت بكلم على قلت لكم ان درجة الحرارة على الهرب ما ينفعش تزيد باي حال من احوال عن 45 لان عند درجة الحرارة دي بيبتدي يحصل الانزايم بتاعتك وبالتالي الهيت او ممكن يكون بس لو استخدمت وعرضت الهرب لفترات قليلة جدا ومحدودة للهيت تمام عشان كده بقول لكم دقايق صغيرة جدا بحيث ان انت تموت الانزايم تتأثر قوي بدرجة الحرارة دي خلاص واضح عشان كده دي بيبقى لها كبيرة جدا في الاندستريل او في تمام انما لو انت بتتكلم اه عندك مثلا معمل كونترول مثلا واخد منه عايز تتطمن ان ان او ممكن تعرضها لنهيت تريتمنت زي الرسمة اللي قدامنا مثلا كده تعرضها لنهيت تريتمنت بدون اي مشاكل جوه المعمل دي مفيش فيها مشاكل انما لو بتتكلم ها على وعايز تعمل فيها هتبقى لنهيت طبعا جدا وفهمنا ليه خلاص ويمكن السببب مكتوب عندنا هنا انها تمام واضح ده كده بالنسبة لأول مرحلة عندنا خلي بالكم من حاجة الرينج بتاع الستيل 65 ده لو استخدمنا الفترات قليلة ولا حيعمل في النبات الطبيعي ان انا لما باعلى بدرجة حرار قوي انا بخاف كمان ان يحصل الووتر اللي موجود جوه الـ 5% او الـ 12% نسبة الميا اللي بتكون موجودة في البلانت بعد دي المفروض ان انا احفظ اللي محافظ عليها ليه بحافظ عن النسبة دي موجودة عشان اخلي بتاعت البلانت تفضل موجودة الحياة بتاعته تفضل موجودة انا عايزه برضو بحيس ان انا لما استخدمه بعد كده ما يبقاش يعني خلاص فقط فقط قمته سواء من ناحية المواد الفعالة بتاعته من بر دايما بحافظ عن نسبة المويستور اللي هي 5% في حالات الحاجات اللي هي بتاعته او 12% في الحاجات اللي هي بتستحمل وجود الميا عادي جدا فبالتالي في درجة الحرارة 60 65 اللي انا بسخن عندها انا ما بعملش الميا بتفضل موجودة جوه البلانت بتاعي زي ما انا عايز وزي ما قلتلكم انا في نفس الوقت ما بعملش اينا في الحاجات اللي ليها industrial scale او في الكميات الكبيرة اللي بالاطنان اللي تكون موجودة في تمام بعد ما خلصنا شباب تعالوا نشوف الماثود التانية بنفس الطريقة ونشوف برضو ايه المزايا والعيوب بتاعت كل ماثود منهم الماثود التانية المشهور عندنا اسمها وهنا يمكن في عندي ثلاث حاجات انا بعملهم انا هنا بستخدم حاجة اسمها volatil insecticidal agents يبقى هستخدم reagents معينة او agents معينة بسميها fumigans الاسم ده برضو لازم تبع عارفينه كلمة fumigans تمام fumigans g a n t s fumigans دي بتكون volatil تمام وليها تأثير كويس جدا على الانسكس لها بتقتل الانسكس بكون عليها insecticidal activity وبالتالي بتموت يعني طبعا انتو عارفين يعني بتموت وبالتالي insecticidal activity يعني بتموت الانسكس ولازم تستخدم enclosed area enclosed area يعني لازم يكون المكان اللي موجود فيه مغلق زي store house يبقى انا لو عندي الهرب الروماتيري اللي بخزنها الاول جوه وبعدين ابتدي عمل لها الفيوميجيشن ده جوه المكان تمام وشفنا يمكن الشكل الراجل بيبقى لابس بدلة معينة كده بحيث انه يخش يعمل تبخير انه بيرش الهرب الروماتيري الجوه المكان ده ويقفل المكان ده بعد ما بيخلص ومحدش يدخل المكان ده غالبا بيقفله لمدة اسبوعين خلاص وحقول لكم اله تم ازاي تمام طب ايه انواع الفيوميجنس اللي انا باستخدمها كان فيه عندنا حاجات كنا بنستخدمها زمان بشكل كبير دلوقتي قل استخدامها وبدأ يظهر حاجات جديدة قبل كده كنا بنستخدم الكاربون باي سالفايت وبنستخدم الساينايت جاز دول كانوا اكتر اتنين بيستخدموا في القصة دي ولكن دول من الحاجات اللي جدا للهيومنس طبعا كلنا عارفين اله سي او القصة التفاحة او الابل والكلام ده انما هنا بنتكلم على الاساس دول طبعا من حاجات البيزيز عشان كده دايما حتى معظم الحاجات دي على فكرة بدرجات مختفاوتة عشان كده دايما الناس اللي بتشتغل في القصة دي بيلبس الازم بدلة معينة الممتازة جدا فيه برضو ولكن كانت مشكلته طبعا كان له ميزا انه يعني مش قبل الاشتعال وفي نفس الوقت مشكلة كان عنده مشكلة انه هباتو برضو للهيومنس زي ما قلتلكه فيه الحاجات دي بزاة الناس اللي بتتعرض دي لفترات طويلة اللي شغلها فيها اصلا فبيبقى فيه دايما دلوقتي اكتر حاجات بتستخدم هما التلاتة اللي فضيين اللي هما الميثايل بروميد او الماثل بروميد ودلوقتي يمكن اكتر حاجة بتستخدم فيهم كلهم هو دا يمكن اقل فيهم يمكن كلهم خلاص كده يبقى اكتر تلاتة بتستخدم دلوقتي عشان نبع عارفين هما الماثل بروميد والماثل و امثلة على كل دي لها مهم انها وانها بتموت بس زي ما قلت لكم عشان تدي الايفاكت بتاعها بما انها مفتوح هتتبخر وخلاص وانتهينا انما لازم المكان يكون مقفول بحيث ان انا احافظ على وجود دي في الجو مع لأطول فترة ممكنة وزي ما قلت لكم الفترة دي غالبا بتكون اسبوعين تعالوا بقى نشوف بتاعة الفيوميجيشن بتمشي ازاي وايه برضو المزايا والعيوب فيها طبعا الفيوميجيشن بتمشي خلينا نمسح كلمة فيوميجيشن دي عشان تقدروا تشوفوا الكلام بتمشي بشكل كويس قوي عن طريق ان احنا لازم نرش او نعمل الفيوميجيشن بتاعتنا لمدة زي ما قلت لكم نرش مرة وبعد ما بنرش بنقفل المكان محدش بيدخل المكان ده خالص يعني احنا قلنا معظم الحاجات دي بتكون تاكسيك لمدة اسبوعين خلاص فكده بنضمن ان حصل نوعا ما موجودة عن طريق الفيوميجيشن وبعد الاسبوعين دول غالبا بيكون تأثيرها كمان قل جدا فبالنسبة للهيومن زي بيبقاش في مشاكل بعد كده بنبتدي ندخل تاني المكان وبنعمل another cycle of fumigation لمدة اسبوعين تانين يعني لمدة اسبوعين يعني برش مرة وبقفل برش مرة وقفل تاني اسبوعين كمان خلاص كده يبقى انا كده عملت مرتين عملت الفيوميجيشن ده على two cycles مرة وقفلت اسبوعين وبعدين مرة كمان وقفلت اسبوعين تانين يعني بتاخد تقريبا شهر تمام كده واضح طيب الفكرة كلها ان انا لما بعمل الكلام ده انا بدي فرصة كويسة اوي ان انا اقتل كل بتاعت الانسكت اللي موجود عندي خلينا نتفق ان من الحاجات اللي مش افكتف خالص اجين ست الانسكت اجز تمام هي بتأثر كويس قوي على اللارفا بتأثر كويس بتأثر كويس قوي على الادل انما كأجز او كوجود انسكت اجز جوه المكان مش هتأثر عليها وبالتالي لو انت عملت مرة واحدة وقفلت الاسبوعين بتوعك ورجعت واشتغلت عادي ممكن جدا انتلاقي يحصل عندك تاني بالانسكت لان الانسكت اجز كانت موجودة في الفترة اللي انت رشيت فيها وما تأثرت وبعد اسبوعين حصل هاتشينج وبقى عندك جديد بانسكت موجود عشان كده حتى ده بتشوفه في البيوت حتى مش بس في المصانع ان انت في البيوت لما تيجي تعوز تروش بيت عشان تعمل كنترول الانسكت يقولك انها لازم هرش مرتين مرة وبعدين هنقفل وبعدين هرش مرة كمان زيادة في التأكيد التأكيد ده هو الفكرة اللي انا بقولك عليه ان بيبقى فيه احيانا من الانسكت اجز ودي ممكن يحصل بعد كده وتعمل لنا مشاكل خلاص واضح فدي نقطة مهم قوي لازم نبقى فهمينها بالنسبة لل في بعض الاحيان او بعض المصانع بيعملوا يعني كل اربع شهور يعني لازم يعمل فيوميجيشن سايكل او كل ثلاث شهور لازم يعمل فيوميجيشن سايكل وده لانه عارف ان المكان عنده دايما بيحصل فيه انفكشن دايما بيحصل فيه كونتمينيشن فبالتالي خلاص بيعمل فيوميجيشن ده كاجراء ايه وقائي ولكن ناخد باننا دايما ان احنا طالما استخدمنا الفيوميجيشن ايجنس اه وكل حاجة بس لازم ناخد بالنا دايما في اننا لازم اكون عامل اناليس كويس قوي لنسبة الانسيكتي اللي موجودة في الهرب الروما تيري قبل ما استخدمها والطمن انها بالنسبة لالجايدلاين زي ما هنشوف قدام خلاص تمام يبقى دي فكرة عرفنا عرفنا الافاكتف جدا بالذات لما يكون عندك ماسيف كنتاميناشن زي ما شرحنا المرة اللي فاتت لو فكرين لما قلتلكم احيانا ممكن يحصل عندك كنتاميناشن بحاجة في الحالة دي ده بيكون ماسيف كنتاميناشن مالوش حل غير ان انت تعمل الفيوميجيشن سايكل اللي احنا شرحناها على مدار شهر تمام كده واضح يبقى دي الوقتة مهمة جدا 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 عرفنا المزايا والعيوب المزايا انها افاكتف قوي العيوب انها زي ما قلتلكم محتاج ان انت تكرر فيوميجيشن سايكل فهي تاخد لها شهر والحاجة التانية وده ليه نتيجة انها مش افاكتف اجين است الانسكت اجز وبتالي ممكن يحصل عندك possibility of free contamination تاني الماثود التالتة الشباب اللي هنتكلم عليها ودي انا هتكلم عليها بسرعة جدا انها برضو من الحاجات اللي ما بقتش مستخدمة بشكل كبير دلوقتي نتيجة بتاعتها او التطبيق العملي التاح بالنسبة لنا فيه سيكون صعب ولو تلاحظ يبقى احنا من التلاتة اخدنا بتاعتهم في بتكون صعبة اللي هما دول ممكن يستخدموا على معك وبيستخدموا برضو ده زي ما هنشوف دلوقتي انه بيستخدم في بعض الهرب الروماتيريا ما بينفعش في كل الانواع لازم انواع معينة من الهرب الروماتيريا اللي هي اللي تكون موجودة عندك فعشان كده الاتنين دول هم اما ده من الحاجات اللي بستخدم على طول يعني دايما هتلاقيه في المصانع كل فترة لازم بيحصل ده زي ما قلت لكم حتى كاجراء وقائي من حتى لو ما فيش بالانسكس ولكن برضو هقول لكم ان ده اللي موجود عندنا انما دلوقتي برا حتى بدأ ان هو يبقى يعني مش هو مش هو او مش هو بنسبة لهم في تشويس تانية هتبقى افضل منه حاولها لكم كمان شوي يبقى ايه الموضوع بالنسبة للايمينج بس عشان نبقى فاهمينه ده زي ما قلت لكم من البروسيديور زي اللي بتتعمل لبعض الكرود زي مثلا الجينجر والناطمك يبقى لازم يكون لها كريتيريا معينة لازم يكون السورفوس شوية كبير زي ما شايفين في الناطمك كده بتبقى كبيرة شوية الجينجر نفس الكلام السورفوس بتاعها واسع قوي تمام وفي نفس الوقت الفكرة كلها ان انت كأنك بتعمل طبقة صغيرة او رفيعة خالص من اللايم عارفين طبعا اللايم اللي هو المفروض ان هو كالسيوم كربونات بس انا حقول لكم هنا بنعمل موديفيكيشن صغير فالطبقة دي بتكون موجودة على السورفوس بتاع الكرود بتاعك لما بتيجي الانسكس او بتيجي اللارفا تمام متحركة كأدلت ستيج او كالارفا ستيج بتبقى فيها موبيليتي بتقدر انها تتحرك اول ما بتبتدي تخش على الكرود بتبتدي انها يحصل انسداد او بيحصل للبريث بتاعت الفتحات اولية بتستنشق منها عندها قنوات بتستنشق منها القنوات دي بتتسد نتيجة دخول اللايم فيها وبالتالي بتموت على طول الانسكس بالشكل ده دي اسمها عشان بنستخدم فيها اللايم طب انه نوع من اللايم المفروض ان احنا كلنا عارفين ان اللايم هو الكالسيوم كربونات ده كلنا عارفين كده ولكن النوعية اللي تستخدم هنا من اللايم بتبقاش الكالسيوم كربونات طبعا بنستخدم حاجة اسمها الكويك لايم وده نتيجة الهيتنج بينتج نتيجة كبت اللايم ستون وروح تمخسخانه بس فبيتحول لكالسيوم اوكسايد ده اسمه الكويك لايم تمام ده من الحاجات اللي بنستخدمها كتير سبرينكلينج يعني زي ما يكون بننثوره كده بننشره على الكروت بتاعنا بحس انه بيبقاش كميات كبيرة تبقى كميات خفيفة خالص تمام وبعدين او ممكن نستخدم حاجة اسمها الكالسيوم هيدروكسايد ده لو انا جبت الكويك لايم عن طريق الهيتنج بتاع الكالسيوم كربونات بجيب الكويك لايم ديبينج للهرب روماتيلي بتاعتي عارفين يعني ديبينج يعني كان دخلت الهرب روماتيلي وطلعت بس كده تمام فالحيفضل موجود على السطح بتاع الهرب روماتيلي ده كافي جدا انه يقدر انه يعمل سواء في طبعا طبعا طريقة مش خالص بندخل كالسيوم كربونات من بندخل كالسيوم اوكسايد من بره او كالسيوم هيدروكسايد على الروماتيلي بتاعتك فهتحتاج بعد كده ان انت تحاول تخلص منه بشكل كبير الحاجة التانية كمان غير ان انت بتدخل الحاجات دي ان انت كمان بتبتدي ان انت محتاج طبعا التعامل او الهندلينج بكميات كبيرة بالطرق دي ان ان انت تحاول تعمل ان انت تنثر الكالسيوم اوكسايد صعب او ان انت تعمل الكميات كبيرة من الروماتيلي المرة واحدة في الكالسيوم هيدروكسايد اللي هو برضو صعب تمام فبتلي الابليكيشن بتاعتها او الهندلينج بتاعها مش احسن حاجة وبفوق كل ده مش بتشتغل على الحاجات الحية اللي هي الموبايل اللي هي اللارفا الادلت ستيج او مين اسوأ طريقة فيهم هتكون هي اللايمينج دي بدون بدون جدال يعني تمام بعد كده اللي هي افليميت ابليكيشن شوية هي الفيوميجيشن شرحنا مزاياها وشرحنا عيوبها تعالوا نشوف بقى بقية الطرق ماشية ازاي معنا الطريقة اللي بعد كده شباب اسمها فاكرين لما كنا بكلمكم في وبعد كده لما كلمتكم في الستوريج قلتلكو ان الهرب الرو ماتيريال بتاعتنا المفروض انها بتتخزن اتروم تيمبريتشر طالما روم ماتيريال وقلتلكو روم تيمبريتشر ان نقصت بيها درجتين او تلاتة تحت الرو ماتيريال يعني بيكلم من 22 ل23 صح بس قلتلكو ساعتها ان اخد بالك ان احنا دلوقتي فيه تعديلات كتيرة جدا في الجود بتقول لك ان ان انت ممكن تعلي درجة الحرارة شوي او تقللها شوي وبالتالي يبقى احنا عندنا هنا بدأت تظهر جديد للكنترول في الكرود هربل دراجز او الكرود هربل ماتيريال بتاعتنا بمعنى ايه بمعنى ان انا اه حخزن الهربل ماتيريال بتاعتي عند 22 او 23 بس حاجة في مراحل معينة من اليوم وانزل بدرجة الحرارة اوي فبدل ما انا 22 23 لا انا حنزل 10 او 15 درجة يعني كأننا بالعربي كده بنعمل ايه بنعمل شوي بنسقعها شوي تمام حتى بنقول هنا ايه قال لك لا خلاص انت ولا تستخدم بقى من برة ولا تحط ولا تعمل لا انت ايه انزل بدرجة الحرارة النزول بدرجة الحرارة المفاجئ ده النزول مفاجئ فالأكس بوجي بنوعي دي 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 بتوصلنا طبعا ده بنقعد بسلا من 12 ل 18 ساعة في اليوم بالشكل ده تمام ده وجدوا انهو بيأثر كويس جدا على الانسكس في كل بتاعته سواء الادلت او الارفا او او الاجس تمام دلوقتي كمان بدأوا يقول وبالتالي دي بقت كده لانت بكل اللي محتاج ان انت بس محتاج تنزل بدرجة الحرارة في اليوم الاناليسيس للكلام ده فانت دي طريقة جدا انفيرومنت لي منقول عليه تمام او جرين ماثد يعني مفهاش ممكن تأثر على الهيومنز بعد كده خلاص طيب النقطة التانية المهمة جدا في الحكاية دي ان قال لك ان ممكن تأثر ولكن ممكن يكون في ممكن انها تستحمل الحكاية دي عشان كده عملوا موديفيكيشن صغير في الماثد دي ان بدل ما بنزل بس بدرجة الحرارة 12 ل 18 ساعة وبعدين ارجع تاني لدرجة الحرارة 22 23 بقيت اليوم يعني اليوم 24 ساعة المفروض ان انا 12 ل 18 ساعة هنزل بدرجة الحرارة كده وبعدين ارجع تاني بقيت الوقت لدرجة الحرارة الطبيعية انت مع الوقت يبتدي يحصل عندك فمنقولي شباب انت لما تبقى مخزن لفترات طويلة جدا عند درجة حرارة قليلة يعني خلي طول الوقت درجة الحرارة من 10 15 درجة انت وارد جدا ان يحصل عندك لص بتاعت الطبيعي جدا حتى لما تجي تشوف حاجة بتخزن فترة طويلة في الفريزر لما تيجي بعد كده تطلح هتحتاج وقت طويل قوي ان انت ترجح لحالتها الطبيعية دي حاجة والحاجة التانية انا ممكن اصلا ما ترجع لحالة الطبيعية بتاعتها مهما عملت تمام وممكن جدا برضو المواد الفعالة فيها تلاقيها ما بقتش زي الاول خلاص عشان كده احنا دائما منحافظ ان احنا نحاول نخلي النبات في الحالة العادية بتاعته ما منعرضوش ل كونديشنز هارش قوي بالنسبال الا او استرس لانه ده اعتبر استرس ان انت تخزنه عن درجة حرارة قليلة كده ده استرس للبلانت فانت مش ضامن النبات حيستجيب للسترس ده ازاي خلاص وبالتالي احنا بنعمل الكلام ده ولكن بنعمله في نطاق محدود زي ازاي انا منزل درجة حرارة 12 ساعة وارجع تاني 12 ساعة وده يمكن افضل افضل في القصة دي يعني حتى مش 18 12 ده افضل حاجة انا ما في بعض الناس بتقولك بغاية 18 ساعة وترجع الست ساعات اللي افضلين من اليوم عند درجة الحرارة الطبيعية بتاعته اللي هي من 22 ل23 ايه درجة خلاص ده الابروتش الابروتش التاني بيقولك لا انا مش هعمل كده انا هعرض البلانت بتاعي من اللو وال بمعنى ايه المفروض ان انا بخزن الطبيعي بتاعي عند 22 23 انا في جزء معين من اليوم حنز اللي هو من 10 ال 15 وفي جزء تاني من اليوم حعلى عن ال 22 حوصل لغاية 40 45 ممكن اوصل لغاية ال 60 اللي هي بتاعتي يعني كاني عملت ايه كاني عملت مبين ماثد اللي هي وما بين الماثد اللي هي دول انا عملت لهم مع بعض دي ودي خلاص الاتنين مع بعض فبدأ تعمل عرض البلانت من ودي بعملها كل فترة مش بعملها على طول في يومي يعني انا في المفروض ان بعمله كل يوم 12 ساعة كده و12 ساعة عند ال لا الطريقة التانية دي انا هبتدي اعمل الحكاية دي كل فترة مش كل يوم كل فترة مفهوم يا شباب يبقى دي الطريقة التانية اللي احنا بنشتغل بها كل الابحاث دلوقتي بتقول ان دي احسن طريقة او 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 في عملية بتاعة الانسكس ويمكن افضل كمان من خلاص كده تمام يبقى عشان نلخص النقطة دي عشان نبقى كده تمام اللي عندنا دلوقتي خمسة منخلالهم نتحكم في الانسكس اللي موجودة في بتاعتنا او فيها مثود طبعا الابليكيشن بتاعتها صعبة جدا اللي هي وشرحنا ليه يليها وعرفنا ان ليها برغم من قوتها جدا في عملية بتاعت كل انواع الانسكس اللي موجودة في ده يظل من الموضوع اللي موجودة في دول كتير لغاية دلوقتي بما فيها مصر تمام وانا ممكن بيتعامل بس مشاكل شوية لازم ناخد بالنا و برغم برغم انها ولاطايل بس لازم نطمن لازم ناخد بالنا كويس قوي من فكرة نعمل او نعمل من فبالتالي تبقى شوية خلاص عشان نقدر ان احنا لقناها مش طريقتين اخرى الطريقتين دول دول مهمين جدا ودول اللي بدأوا ياخد هم دول اللي ما بدأ درش ان احنا نستخدم فيهم او ما بنستخدم ش فيهم اي نوع من انواع الكيميكلز او اي حاج فبالتالي بيوفر علينا خطوات في اول طريقة كانت فكرة ان انا اعمل بشكل يومي هبتدي انزل بدرجة الحرارة بتاعتي ل 10 او 15 درجة لمدة في اليوم 12 ل 18 ساع وبقيت اليوم بيبقى عند درجة الحرارة الطبيعية اللي هي 22 23 الدرجة الحرارة عادية بتاعة الهربة تمام دي افاكتف جدا اجنست كل انواع الانسكس ولكن اكتر منها هو فكرة ان اعمل اعمل زي هايبريد او الهاجين ان اعمل ما بين وما بين فطلع لي مثل جديدة اسمها وكلمة يعني بعمله كل فترة ممكن مرتين في الاسبوع بالكتير بعمل ايه اجيب الهرب الهرماتريا بتاعت جوه الستور اريا انزل بدرجة الحرارة ل10 ل15 درجة لمدة 12 ل18 ساعة وبعدين اعلى بدرجة الحرارة بقيت اليوم غالبا بتبقى 12 فبتبقى ساعة تحت و12 ساعة بعد بدرجة الحرارة بوصل لغاية ال60 او ال65 بتاعت الهيت تريتمنت يبقى ادرت ان انا تبقى مور افشينت كمان اكتر في عملية الكيلينج بتاعت الانسكس لان انا بعمل لها صادن للحاجات دي يعني مرة واحدة والمفروض الطبيعي ان درجة حرارة 22 23 مرة واحدة امنازل وبعدين مرة واحدة امطلع قوي فده بيأثر جدا على بتاعت خلاص وفي نفس الوقت هي خلاص واضح يارب تكون الدنيا كده وصلت وفهمنا ما بين وبعض طبعا الارقام اللي انا بقولها يعني حتة 12 و 18 ساعة دي بتبقى حسب المصنع كل مصنع له اللوك بتاعه له الطريقة اللي هو شغال بيها من خلال بتاعته ممكن درجات الحرارة ممكن يقول لك لأ احنا بنعمل في اليوم ستة ساعات وبعدين بنعلى درجة الحرارة ستة بس يبقى 12 ساعة بس وهم دول بنعمل فيهم السايكل دي وبقيت الوقت شغالين عادي عند 22 23 طبعا عشان تعمل حاجة زي كده شباب موضوع مكلف في البداية يعني عشان كده مش كل المصانع لسه مطبقة الماثد دي ان انت تقدر ان ان تيبقى عندك جوه المخزن نفسه ان المخزن ده يكون مجهز بثيرمو مجرد مجرد ان 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 تغير درجة الحرارة تحت وفوق يبقى عندك ال و و تنزل تحت او درجة الحرارة وتعلى قوي فوق واضح اه ممكن يبقى عندك تكيفات تنزل بالحرارة انما ان انت يبقى عندك فرصة ان انت تنزل وتعلى ده يبقى محتاج طبعا يعني الموضوع ويبقى السيستم موجود جوه متغطية بشكل كبير جدا من خلال مركزيا يعني موضوع ما يبقاش في حاجة تانية تمام وبالتالي ده مكلف مكلف ولا محتاج ان انت تعمل اي حاج بتبقى تمام كده احنا تقريبا خلصنا كلها بتاعتنا اللي هي الاساسية طبعا في حاجات تانية ولكن هما دول حاجات اللي انا يهمني ان انت تبقى عارفها واؤير بيها ان انت من خلالها يبقى الهرب الو بتاعتك قدرت ان ان انت تحافظ على او تعمل ل وفي انها تعمل وبالتالي توصلك لمرحلة اللي هي بتبقى طبعا يعني خطيرة جدا من ناحية على المصد يعني بتضطر طبعا كمية كبيرة من الموجودة عندك يمكن انا هنا شباب في الاسلايدي بعد ما خلصنا حبيت ان انا احط الاسلايدي يمكن الاسلايدي ممكن متلاقيهاش عندك في الكتاب قوي ولكن طبعا انا المصنع وتسأل فلان يقول لك انا شغال في جوه المصنع وفلان تقول يقول لك انا شغال في جوه المصنع ويمكن تكون اخدتهم في كورسات تانية والفرقات ما بينهم ولكن بالنسبة الفرق بين الاثنين هو نقدر نعتبره فكرة ان 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 بقول لك حط لي السياسات اللي تضملي ان البرودكت ده هيطلع من عندك هيكون السياسات اللي بتتحط دي قبل ما نشتغل خالص وقبل ما نعمل اي حاجة دي اسمها تمام يبقى ايه هي الاجراءات اللي المصنع هياخدها بحيث ان يضمن ان البرودكت اللي عنده اللي حتطلع بعد كده حتكون اه 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 انما انا شغال وانا بصنع وانا بعمل البرودكت بتاعي البروسيديور زي انا شغال بيها اكوردينج للاجراءات اللي انا عملتها بعد قبل كده بتاعت ال البروسيديور دي بيبقى فيها يعني انا مثلا دلوقتي جبت النبات اول ما جبته عملتله بعد عملتله مثلا عندي هنا فيه اجراءات ممكن اخدها عشان اتطمن ان البروسيس اللي اتعمل دي كالتمام وبعد كده روح تعمله اتطمن الاكستراكشن اللي طلعة دا اتعامل بشكل مظبوط يبقى كل من دي كل واحدة من دول اللي بيتابع الستابس دي ويتأكد انها ماشية مظبوط هو هشكده قلتلكم في اول محاضرة لو فاكرين ان هي عبارة عن عين المصنع هي دي العين اللي من خلالها المصنع بيتابع كل خطوة بتحصل جوه ويشوف البرودكت بتاعه از افجود كواليتي ولا لا تمام وبالتالي بنقدر نقول ان الكواليتي اششون هي المصطلح الاشمل شوية يعني بشكل اخر اللي بيشمل تحتيه كذا حاج بيشمل تحتيه اجراءات كتير جدا بيحطها المصنع عشان يضمن ان البرودكت اللي حيطلع من عنده هيكون افجود كواليتي وشكده دايما نفتكر ان الاجراءات او الخطط اللي بيحطها المصنع من الاول بحيس يتطمن ان البرودكت تاع افجود كواليتي زي ايه الاجراءات دي زي يتطمن مثلا ان انا هجمع النبات بشكل كويس بتاعتي مزبوطة اللي الزراعة نفسها من الاول هتكون صح تخيلوا الجود اجريكالشور بتاعتي صح الجي اي بي زي الجود ستوريج براكتس اللي كارمنا عليها شوية ان انا لما جبت الهربر روماتيريا اللي بتاعتي وخزنتها كانت ترزيم بشكل صحيح تمام بعد كده لما جيت صنعت اشتغلت اكوردينج للجود مانيفاكترينج براكتس وكارمنا عليها ان كل بروسيس باستخدمها في الصناعة لازم تكون كنترولد ولازم تكون فاليديتد لو فاكرين تمام يبقى ازا الكواليتي اشورنس بيحط لك الحاجات اللي من خلالها تقدر تقول انا والله ادهيرنج فعلا او ملتزم بالجي اي بي بالجي سي بي بالجي ام بي فهمنا زي هو دي فكرة الكواليتي اشورنس هو ده فكرة الكيو اي هو اللي بيحط الاجراءات من الاول وكل البروسيدير وكل الخطط اللي حتتعمل من ضمنها الكيو سي نفسها ما هو الكيو كده انا قدر نقول ان الكواليتي كنترول هو يعتبر جزء من الكيو اي ليه لان الكواليتي كنترول بيتطمن ان كل خطوة بتتعمل جوه الصناعة بتاعتي عشان اطلع الفينيش دي بروديكت هي فعلا بتطلع لي المطلوب منها وبتطلع لي البرودكت في المرحلة دي يبقى وفجود كواليتي سيف افكتف زي ما شرحنا قبل كده خلاص يبقى ايزا كأن كواليتي كنترول دي هي خلينا نقولها ازاي الارم او الدراع اللي بيتأكد فعلا ان الخطط بتاعت الكيو اي شغالة بشكل اي مظبوط فانا بس حبيت في السلايدي انا انور عندك النقطة دي ان انت تبقى عارف الفرق ما بين الكيو سي والكيو اي بشكل سهل يعني او بشكل بسيط تمام الحاجة الاخيرة برضو مثلا فكرة ان انا بعمل اي كيميكال او كروماتو جرافيك تاست جوه المصنع سواء للفينيش دي بروديكت او ده كل ده بيضملي ان البرودكت اللي طالع بالنسبة لي ويمكن بنتكلم ميلي على الفينيش دي كمان هنا في الحتة دي ان ان عندي حاجة مهمة جدا اسمها الباتش تو باتش ربريديوسبيلتي الباتش تو باتش ربريديوسبيلتي يعني كل الباتش اللي طالع من المصنع the same كلها لها نفس الكميكال بروفايل كلها لها نفس الـ وطبعا كلها لها نفس السيفتي تمام واضح بس كده ومن هنا طبعا بيظهر فكرة الفينجر ان انا يبقى عندي مثلا طالما في هرب الانجريدينس يبقى عندي لها بروفايل كامل البروفايل ده معروف ان مثلا النبات الفلاني فيه المفروض 10 انا شايف العشرة قدامي سواء بقى بطي ال سي سواء بطي ال سي واتفر وبقارن الكلام ده المصنع هتطهولي فالباتش دي المفروض تكون مضمونة موجودة وبالتالي كده بضمن ايه تؤشور ال فهمنا ازاي يبقى زي ما قلتلكم هي المصطلح العام شوية هو كل الاجراءات اللي بتتعمل حتى قبل ما المصنع يشتغل من الاساس تقول لك والله انا هتجد بتاعتي كذا وزي ما قلتلكم ان في مصانع دلوقتي هي اللي بتزرع بنفسها كمان زي ما شرحنا قبل كده وبالتالي يبقى الحاجات دي كلها موجودة عندي الحاجة التانية زي ما قلتلكم جزء ال هيتعامل ازاي وحيتنفز ازاي الحاجة التالتة زي ما قلتلكم بتاعي هيشتغل ازاي المفروض تكون موجودة فيه وازاي هعمل الكروماتوجرافيك تاستين اللي هيتستخدم ايه الكيميكال تاستين لو احنا عايزين نختصرها يعني تمام الكواليتي كنترول احد التولز اللي بتضمن او بتأشور الكواليتي يعني كده تعتبر زي ما قلتلكم احد الارمز بتاعت الكواليتي ايه اشور فهمنا يا رب تكون الحتة دي وضحت يعني انا بس دي مش تشغلوش بالكو بيها قوي يعني ممكن حتى تصوروا هكده من الفيديو وتذكروها ولكن زي ما قطرت لكم الهدف من الاسطايد دي اساسا ان انا بس مجرد انا اقارن او افهم كل فرق ما بين كواليتي كلمة كيو سي وكلمة كيو اي دلوقت الشباب لما نتكلم على نرجع تاني عن الكواليتي كنترول فبنتكلم على الكوالي كنترول بتاعتنا وبنشوف ايه بقى الستابس اللي مفروض ان احنا هنبتدي نعملها من اول ما يخش كرو ماتيريال وخلال عملات التصنيع بتاعته تمام طبعا هنا تركيزي هيبتدي من البداية خالص ان انا داخل عندي رو ماتيريال في الاول اعمل معها ايه خلاص واضح طيب طبعا احنا عندنا الستابس اللي قدامنا بتاعت الWHO اللي نزلت زي ما قلتلكم في التسعينات وبتتطور كل سنة في بعض اللي بدأت تدخل على التسعة دول يعني ما بقاش التسعة دول بس هما الموجودين دلوقتي يبقى في بعض ازاي انت اتدخل زيادة شوية لو فضل وقت معنا في التورما ممكن ابقى اكلمكم على بعض الحاجات الاقتراحات في النقطة دي ولكن الاساس هما التسعة عليه النهاردة نغطيه وال دول حنحاول نغطيهم النهاردة لانهم خطوات صغيرة مش كبيرة بعد كده بيبقى فيه عندي في بعض الناس تقولك لا احنا ممكن نعمل الاول وبعدين نعمل بعد كده فالترتيب هنا مش لازم يكون بالشكل ده ممكن يكون كده وممكن يكون كده يبقى ممكن ابتدي الاول وبعدين ابتدي او واعمل بعدها بعد كده بيبقى عندي الكميكال وبعد كده البيولوجيكال انتقسيكال ايواليواشن مايكروبيال انذن ريديو اكتيف ايواليواشن تمام دول تقريبا الناين ستابس الاساسيين بنسبة لنا في اي كيو سي سايكل تمام طبعا في بعض الاحيان مش ازم اعمل التسعة كلهم ممكن ان انا في بعض الاحيان استغنى عن قطوة او خطوطين منهم لكن الماجوريتي هتتعامل الماجوريتي بتاعت الاستابس دي هتتعامل وزي ما قلت لكم ان فيه كتير من الاحيان كمان بنحتاج ان احنا نعمل الاستابس اللي بدأ يتم اختراحها في الفترة الاخيرة بالذات لموضوع السيفتي والافيكاسي يعني اتفقنا ان الالكواليتي كنترول المفروض السيفتي طبعا اللي هو ان البرودكت بتاعي يكون سيف والافيكاسي ان هو يكون افاكتف فطبعا البروزيس اللي قدامنا دي ممكن تكون بتحقق الكواليتي بشكل كبير جدا اللي هو فكرة الفرماسيوتيك الستاندرز وانا انا اطمن ان البرودكت بتاعي بتاعته مظبوطة والبيوريتي بتاعته مظبوطة والكنتنت بتاعه مظبوط كنسبة مواد فعالة ولكن السيفتي والافيكاسي ما بتكونش كاملة قوي ما بتديناش مية في المية او ما بتديناش انفورميشن مية في المية عن السيفتي والافيكاسي وحنبقى نتكلم عن النقطة دي لما نوصل خلاص فخلينا بس الاول نغطي السايكل دي بشكل ايه بشكل كويس فهنبتدي الاول مع بعض كده بال يمكن من الحاجات اللي هي كلمة يمكن مهمة قوي كلمة دي دايما بتشوفه في كلمات كتير اكيد اخدته قبل كده ان انت ده معناه قبل يعني مرحلة قبل السامبل يبقى انا لما بيجي الهرب الرو ماتيري لازم ابتدي اشوف الاول هتعامل معها ازاي في المرحلة دي المرحلة دي انت دايما بيكون عندك الهرب رو ماتيري اللي جاي لك لسه من الفندر او من السبلاير ويمكن احنا كنا تكلم على المرحلة دي او في المحاضرة اللي فاتت لما قلنا ان هنا لازم تعمل حاجة اسمها verify then trust يعني لازم تعمل verification الماتيري اللي جاي لك وبعدين تبتدي ان انت تثق فيها بعد كده ده بنقول عليه container يام بيكون cylinder boxes كده بالشكل ده ده برضو بنقول عليه container ولكن لما بتيجي تفتح containers سواء ده بتلاقي جواها حاجات تانية بنقول عليها packaging units شايف دي جدا اسمها packaging units packaging units دي غالبا بيكون فيها هاي دي بيكون فيها الهرب الروم تي بتاعتك وبتكون بأوزان سابتة يعني مثلا عندي box ده في 10 packaging units مثلا كلهم كل واحدة منهم عبارة عن كيلو ففي الاخر box ده كله على بعض الكارتون box عبارة عن 10 كيلو تمام يبقى كده احنا فهمنا الحاجة بتجيلي عاملة ازاي اصلا طب انا دوري ايه في pre-sampling انا انا اعمل اعمل اشكده انا inspection انا بعمل inspection او ببص على حاكتين ببص على cartoon boxes وببص على packaging units اللي موجودة جواها طيب هل انا لدي علاقة في المرحلة دي بالherber raw material نهائي الherber raw material بالنسبالي لا تعانيني في المرحلة دي في المرحلة دي كل دوري انا بص على container والpackaging unit طب اعملهم inspection من ناحية ايه من ناحية الحاجة الاولانية ان هما ماشيين مع الherber raw material بتاعتي بمعنى ايه ماشيين مع الherber raw material بتاعتي بمعنى ان لازم اتأكد ان هما مثلا وده حياخدنا للنقطة اللي احنا كنا اخدنا من شوية في الجود storage practices انا عندي herber raw material جاياني مثلا moisture sensitive والرجل باعتها لي مش متخزنة في مع dehydrating agent خالص بالعكس سايبها كده وخلاص ولا حتى في airtight containers مجرد well closed containers عادية وانتهينا فدي هتتأثر اكيد بالmoisture حاجة تانية light sensitive مثلا والرجل باعتها لي متخزنة في بتاعد اللي هي clear glass containers او متخزنة في sheets اللي هي الشفافة فممكن تتعرض للlight بشكل كبير او الconteeners نفسها مفتحة الpresampling دي انت بتأكد منها من الحاجات دي انت بتتأكد ان الconteeners مناسب للromaterial بتاعتك وده طبعا انت بتعرفه من انت بتبقاش حافظ كل حاجة فبالتالي بيبقى عندك في المصنع حاجة مهمة او يسمها الاس o p standard operating procedures وده بتبقى موجودة للباتش عموما او بتبقى موجودة للتشغيلات بتاعتك او البرودكس اللي موجودة في المصنع وبتقولك ان البرودكس الفلاني دي خلي بالك ده بيبقى كذا وكذا 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 light sensitive heat sensitive بتأثر جدا بالair فانت الحاجات دي بتاخد منها بتبقى عارف على طول ان الherber romaterial لازم بتبقى متخزنة بشكل معين فهمنا ازاي بس فدي نقطة مهمة جدا لازم ناخد منها بشكل كبير في الجزئية دي طيب الحاجة التانية غير ان انت تتأكد ان فعلا الكنتينر مناسب للherber romaterial وده بيكون ماشي زي مطركم مع الفرماكوبية المونوغراف specifications الحاجات اللي احنا بتتكلم عليها دي كلها موجودة في الفرماكوبية لما اقولك ان الروبر ده مثلا light sensitive ده موجود في الفرماكوبية موجودة تمام ما يبقاش مثلا متعرض لمية فمرطب او مبلول او كده كل الحاجات يبقى فيه موستر معينة كل ده بيأثر طبعا على الهرب الماتيريا اللي بتاعتي فلازم اتأكد ان الكنتينر بتاعتي حالته كويسة intact زي ما بيقول يعني حالته كويسة جدا مفوش اي مشاكل فهو دي هيا دي باختصار شديد ما اتأكد ان كل كنتينر مبعوط لي سواء كنتينر او packaging unit خلي بالكم من الكلام container او packaging unit يعني ده يكون عليه label لما افتحه الاقي كل packaging unit موجودة ده عليها label تمام الليبل ده لازم يكون فيه اسم النبات طبعا اكيد لازم يكون فيه الحالة بتاعته هل هو powder هل هو intact على بعض plant port لازم يكون فيه الوزنة هنا مثلا الكنتينر ده فيه 10 packaging units كل واحدة وزنتها كيلو يبقى الكنتينر ده وزنه على بعض 10 كيلو ده مثلا packaging unit وزنتها كيلو يبقى مكتوب عليها الوزنة بتاعتها انها كيلو وهكذا تمام فلازم label زي تكون موجودة ووضحة ومكتوبة بشكل كويس وطبعا ممكن جدا يكون لازم تتعمل ولكن لازم لازم تتعمل لان لو فيه physical defect من الاول لازم الباتش كلها ترجع زي فكرة ان ازاي ما قلتلك وانا يبقى عمدي مثلا حاجة تكون موستير سانستيف جدا وانا باعتها في كونتينر زي مفتاحها وفي الهوى او حاجة جدا وانا باعتها في حاجات شفافة كل دي حاجات خلاص دي فايت ما ينفعش ان تستنى لازم ترجع الحاجة من الاول ما تعمل لها اصلا اي اي بروساسينج بعد كده الخطوة دي لما بتتعمل بتوفر عليك مجهود كبير طبعا وفلوس لانت مجرد ان انت بعينك كده قدرت تعمل inspection من الاول فلو في مشاكل الواضحة كده من الاول يبقى بالسلام زي فكرة مثلا ان انا تكون مبعيط ال container واجه افتح كده الاقي انسكس مثلا موجودة هنا جوه كده افتح كده الاقي وسط ال packaging units دي في انسكس مثلا خلاص شكرا من الاول كده ترجع ال package بتاعتك على طول فقامنا فادي فكرة بتتعامل بس بهدف زي ما قلت لكم توفير كتير من النفقات بعد كده طالما في حاجات تقدر تزبطها الاول بعينك كده من الاول بمجرد انسكس بسيط لو الانسكس ده كان تمام بنقول عليه حتى انشي الانسكس فلو الانسكس ده تمام وقال لك ان ال packaging units كلها uniform ساعتها بتبتدي تعمل يعني تبدأ تاخد sample for quality control analysis ودي الخطوة التانية اللي هنبتدي نتكلم عليه يبقى اتفقنا ان احنا خلصنا ال pre-sampling inspection وقلنا ان الخطوة دي متعلقة من ناحية ومن ناحية الخطوة التانية اللي بتقابلنا اللي هي sampling ان انا ببتدي ااخد sample for examination او for quality control analysis يعني السامبل اللي انا هاخدها من هنا دي لازم هي اللي هتخش معايا وهي اللي هتكمل معايا في بقية cycle خلينا نفهم النقطة دي بشكل كبير في ال study اللي جاية ايه فكرة sampling وليه بعمله وايه اهميته تمام لما نيجي شباب نتكلم بقى على process بتاعت sampling انا بقول لكم ايه الفكرة من ايه sampling sampling عبارة عن selection of herbal sample for examination فانا كنت بقول لكم في ال study اللي فاتت ايه الفكرة يعني من انا اعمل sampling يعني الفكرة ان انا بيكون عندي herbal batch جيال كبيرة جدا من روما تير فمش معقولة حاخد ال herbal batch بتاعت روما تير دي كلها على بعض اللي بالاطنان مثلا وابتدي ان انا اخدها كده بتاعت ال herbal روما تير عشو كده بنقول انها عبارة عن selection of herbal sample يبقى انا لازم اختار herbal sample الجزء ده السامبل دي تكون اصغر صغيرة جدا في الحجم وتكون مناسبة ان انا اقدر عملها اناليس يعني ما تكون كمية كبيرة قوي حتكون كمية صغيرة بحيس ان تكون مناسبة ان انا اقدر herbal بتاعت هيكون مظبوط انما لو sample بتاعت دي كانت منتخذ الطريقة غلط او مش ماشية مع ال يبقى في الاخر حكمك على ال herbal batch ممكن يكون خطأ تمام عشان كده دي اهم خطوة في الموضوع كله طب اي الصعوبة فيها انا ادرى عندي herbal روم اخد اي sample وخلاص اخد اي sample وخلاص دي اسمها random sample random sample يعني بعمل حاجة اسمها randomization يعني باخد من اي مكان انقي كنتينر عندي قدامي مئة او الف كنتينر انقي منهم box واحد اسحب منه packaging unit واسحب منها عينة وخلاص عركته دي اسمها random sample دي مالهاش اي قواعدة اشكد اسمناها random عشوائية مالهاش اي قاعدة طب هل دي غلط لا ال approach ده مش غلط ال approach ده صح بس في حاجات تانية غير ال herbal romaterial ممكن يبقى صح مثلا في حالات synthetic romaterial الممكن على اعتبار ان المateria اللي قدامنا كلها شبه بعض او كلها consistent كلها عبارة عن مادة واحدة مجيب انا مثلا romaterial عبارة عن مثلا عبارة عن herbal romaterial ال herbal romaterial فيها مشكلة مهمة جدا 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 وهي lack of homogeneity هي lack of homogeneity زي ما انتو شايفين حاجة زي كده مثلا لو هاخد منين السامبل هاخد من هنا من الجزء ده ولا ااخد من الجزء بتاع الفلاور ده ولا ااخد منين فانت عندك دايما lack of homogeneity مش كل ال herbal ال herbal اللي قدامك او romaterial اللي قدامك بتبقى زي بعض بالزبط تمام وارد جدا ان الجزء اللي انت تاخد منه يكون فيه مثلا نسبة impurity عالية او نسبة ما تعبرش عن الباتش كلها اللي هي بالاطنار تمام فترفض الباتش في حين ان الباتش ماشي مع المواصفات والمفروض ان انت كنت تقبلها لان احنا اتفقنا ان القرار بتاعك في الاخر الخطوة دي مهمة جدا وزي ما اقول لكم من اهم الخطوات اللي بتأثر على quality control cycle كلها واهم مشكلة فيها زي ما قلنا اللack of homogeneity بتاعت الهرب المateria اللي يعني ان الهرب المateria اللي قدامك مش homogenous فيها heterogeneity عالية تمام طيب ايه الفكرة هنا الفكرة ان انا عايز ااخد sample sample can represent the whole batch وده للbatch اللي هي بالاطنان او بالكيلوات فهمنا عشو كده بنقول ان sample لازم to represent the whole batch تمام لو sample دي قدرت ان انا خليها to represent the whole batch يبقى النتيجة اللي حتى تاخدها من sample تقدر تطبقها على whole batch لو لقيت ان sample دي اوكي يبقى whole batch بتاعتك اوكي لو لقيت sample must be rejected وهي دي الفكرة هن هي الفكرة كلها في النقطة دي طيب ازاي اتأكد ان sample اللي انا باخدها can represent the whole batch يبقى لازم يكون عندي guidelines لعملية sampling تمام اهم حاجة في guidelines الguidelines دي حوالين حاجة معينة هكلم عليها دلوقتي ولكن اهم حاجة في guidelines دي في الاخر ان 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 تاخد اكتر من sample تعمل حاجة اسمها repeated sampling تعمل حاجة اسمها ايه repeated sampling متكرر وتحاول ان sampling يكون من اكتر من مكان تمام وطبعا ده الoverview او الحاجة الجنرال من برا قوي طب هل لازم اعمل repeated sampling والsampling اللي هو from different parts من الباتش ده على طول لا مش شرط مش الشرط ولكن فيه اوقات في الguidelines بيكون اجباري وفيه اوقات بيكون اختياري فهمنا حسب الحجم بتاع الباتش حسب طبيعتها هنتكلم دلوقتي على الguidelines كلها ولكن الoverview العام ان القاعدة تقول لك ايه خد اكتر من sample من اكتر من مكان من الباتش بتاعتك يبقى من اكتر من كارتونات اخدت من كارتونتين sample من هنا وجمع الاثنين sample دول مع بعض يبقى انا كده قدرت اوصل لحاجة افضل شوية من انا ناخد sample دي الفكرة العامة بس طبعا لها قواعد مش بامش كده ايه random بمزاجه ياخد اتنين ده ياخد تلات sample ده 10 sample لا لها guidelines معينة هنبتدي نتكلم عليها في الهدف في الاخر ان انا بتطمن ان sample اللي انا واخدها it can represent the whole batch وبحاول اتغلب على المشكلة اللي بتقابلني اللي هي مشكلة الهيه الهتيروجينيسيتي ان مفيش homogeneity في الهرب المتيدي البتاعتي فبحاول ان انا خلي sample اللي باخدها تبقى حاجة homogenous وحاجة ممثلة كويسة قوي ل batch اللي موجودة عندي فهمنا الفكرة عاملة زي شباب عش كده خطوة sampling دي من الخطوات المهمة جدا 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 اول حاجة sampling فيه شقين الشق الاولاني متعلق به know how يعني انا هعمله ازاي ازاي اخد sample اصلا انا عندي دلوقتي هو مثلا container قدامي اخد sample ازاي يبقى دل know how والتحاجة الثانية حسابات calculations عشان اقدر اعرف sample بتاعتي اللي اخد هتكون وزدتها قد ايه وعمل repeated sampling ولا ما اعملش يعني اقرر تكرار ان انا اخد اكتر من sample وعدد repeated samples اللي المفروض اخد ها تبقى قد ايه فدي كلها حسابات لازم تتعمل يبقى sampling فيه شقين شق متعلق بالcalculations وشق متعلق بالknow how هنبتدي الوقت نتكلم عن know how ازاي اخد sample ازاي احضر او اصحب sample من ال herbal material اللي جاي لي خلاص هنشوف فيديو في السلايد اللي جاية ده بيوضح قوي وجميل جدا بيوضح process very simple ولكن بتتعامل بشكل ايه بشكل منظم وبشكل كويس تمام هيبقى فيه هنا زي قدامنا هنا بس حشرح بسرعة كده عشان لما تشوفوا الكنتينر تقدروا ان انتم تشوفوا الفيديو تبقى فاهمين احنا بنتفرج علي وحاول اعمل كومنتري على الفيديو احنا بنتكلم على ان احنا عندنا ادي مثلا package الpackage دي بنبتدي نفتح فيها فتحة صغيرة زي ما انتم شايفين هنا والفتحة دي غالبا بتكون على شكل مسلس زي ما انتم شايفين كده تمام ومن الفتحة دي ببتدي اخذ السامبل بتاعتي عن طريق حاجة اسمها سامبلر هتشوفوا الراجل ده بيدخل تيوب تيوب تبقى التانية جوه بيكر زي ما هنشوف في الفيديو بشكل موضح بشكل كبير ده اسمه سامبلر والسامبلر ده مشهور جدا في حالات الهرب رو وعادة السامبلر ده بيسحب مثلا 50 جرام السامبلر ده بيسحب 250 جرام لما بتملاه فمجرد ان انت بتملا التيوب بتبقى عارف تقريبا الوزن اللي انت لابل ان الكنتينر ده هاس بين سامبل باي فلان الفلاني يبقى فلان الفلاني اخد منه سامبل ابل كت تمام دي تقريبا الطريقة اللي بنعمل بيها سامبل بس دي مرة واحدة ممكن اعمل اكتر من مرة ممكن اعمل اكتر من مرة بس ده حسب الكالكوليشنز اللي هنتكلم عليها بعد كت خلاص واضح تعالوا انشوف الفيديو كده مع بعض فتح عاملة زي المسلس كده والتكليش ياكين ده السامبلر اللي شرحت روحه فيه السلايد اللي فاتت تيو بيبقى لها فتحة عبارة عمدايرة دي بقى وفتحة تانية بتكون محطوحة عطفة شوى شاكين عاملة زي مكان يسمح لنكون ايه بالسامبل وفرد انوه يسحب ويدخل من ناحية من غير بيلمس من هل جروم تيليل ولا أيها تقليص تقريبا الوزنة تكون سابتك كما تبقوا للسامبلر ومعروف ويسحب ويسحب سحب سحب عارف مثلا لو السامبلر اندخل مثلا 100 جرام يبقى سحب 20 جرام تمام مجرد انه ملل ميكور او ملل كونتينر يبدأ يبقى وخلاص دور اخطي كونتينر سنبدأ في ملل وحتى سيصبح لذوق ملل ونضع ملل ونضع ونضع لابل لابل اندخل هذا الشيخ سامبل وإمكان اسم الراجل سامبل سامبل حتى تكون هل سامبل تمام لابل اي بليف مشهورة في ادوية الكحة خلاص واضح يبقى دي نقطة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها ازاي بيعمل سامبلينج اصلا نوهاو بتاع السامبلينج بتاعة الهربل ايه رو ماتيريال بتاعتي تعالوا نشوفها تلاحظوا هنا ان ده رو ماتيريال ان بلك يعني ايه بلك يعني كميات كبيرة احنا عمدنا كميات كبيرة بالاطنان زي ما قلتلكم وعايزين احنا ناخد منها سامبل بشكل معين مش شرط تكون سامبل واحدة زي ما قلنا قبل كده ممكن تكون يعني انا ممكن اكرر البروسيس دي في اكتر من كونتينر تاني هعرف منين بقى عدد السامبلز اللي هاخدها تعالوا بقى نشوف الكالكوليشنز من اول السلايد اللي جاي تعالوا شباب نشوف مع بعض بقى ازاي حنعمل الكالكوليشن بنسبة للسامبل او في خطوة السامبلينج داعتنا اول حاجة احنا اتفقنا ان احنا كده كده لازم هنستخدم السامبلر ده اشكال اهيه السامبلر باحجام مختلفة زي ما انتوا شايفين ودايما بيكون فيه المسافة دي المسافة دي بتكون متشافة يعني انت بتكون شايف الروماتيريا اللي هو متعبية هنا وده له هدف طبعا ان انت اول ما بتملى الكمية دي كلها بتبقى تقريبا عندك certain weight يعني approximate طبعا approximate weight للكمية اللي انت واخدها اديه سيء مثلا ده ممكن يشيل مثلا 250 جرام ده ممكن يشيل 100 جرام ده ممكن يشيل 50 جرام حاجات بالشكل ده تمام فهي زي ما قطركم بتبقى approximate weight مش حاجة اكيروت قوي ولكن بتساعدك جدا ان انت كأن حاجة بتعاير بيها او بتشوف بيها approximate weight بنسبة للsample اللي انت واخد لان في المرحلة دي انا مش بيهمني قوي انا واخد كمية exactly قد ايه بالظبط هقول لكم ليه لان احنا كده هنوزن بعد كده تمام انما السامبلر هو دوره المهم جدا في عملية سحب السامبل نفسها من المكان او من الكنتينر اللي موجودة في الherbal raw material خلاص طيب عندنا بقى كذا case اول case بالنسبة لي لازم اشوف الherbal material بتاعتي اللي جايالي دي هل هي raw ولا finished يعني انا ممكن احتاج ان اخد سامبل من finished product زي ما اتفقنا بعد كده قبل كده ان احنا لما بنيجي نعمل quality control مش بس بعمل quality control لل raw material لا ده كلامنا كمان بعمل quality control على finished product قبل ما ينزل السوق على طول وبالتالي انا دلوقتي كلامي كله حيكون على الherbal material in bulk in bulk يعني ال raw material اللي جايالي لسه من الفندر لو قلتلك بعد كده كلمة retail كلمة retail حنجلها كمان شوية r e r e مش عايز يكتب r e t a i l تمام الرتيل لو جينا لكلمة retail دي فانا كده بتكلم على finished product تمام كده يبقى دلوقتي خلينا نبتدي الأول بالbulk اللي هو الherbal raw material in bulk تعالوا نشوف انا عندي حلين الحل الاولاني ان غالبا هيكون جايلي الherbal raw material في صورة powdered يعني الفندر قريدي طحنها عمل لها powdering ودي على فكرة الكيس الشائع المست common يعني ان الفندر بيكون بعيد لك الحاجة مطحونة تمام في الحالة دي دي الكيس الاولاني ليه كيس number one ان الماتيريال بتاعتي بتكون powdered بيقول لك هنا ان الصعيز بتاعها اقل من ايه من one centimeter طبعا كيوب خلاص اي في الحالة دي ايه اللي هيحصل في الحالة دي انا ببتدي اخد السامبل بتاعتي اولا بشوف وزنة الباتش بتاعتي قد ايه خلاص وهنا بيكون عندي تلات احتمالات احنا دلوقتي بنتكلم على powdered herbal raw material خلاص بشوف الاول الويت بتاع الباتش اللي جايلي كلها على بعضها قد ايه عندي تلات احتمالات الاحتمال الاولاني ان يكون الفندر ده بعيدتلي حاجة اسمها pre-shipment pre وبعدين shipment كلمة shipment معروفة ده تمام ده الاحتمال الاولاني ان يكون عندي pre-shipment pre-shipment يعني ايه pre-shipment يعني هو بعيدتلي مجرد sample من الحاجة اللي عنده عشان اعمل لها analysis والطم من الاول وبعدين يبعتلي بعد كده ال herbal batch بتاعته الكبيرة تمام ده الكيس كيس مشهورة جدا في الاندستري في المصانع ان لو فندر مثلا اول مرة اتعامل معاه او حتى مش اول مرة ممكن تبقى policy للمصنع ابعتلي الاول pre-shipment فبيبعت له كمية صغيرة الكمية الصغيرة دي بيبتدي المصنع يعمل لها analysis ويعمل لها evaluation ويقول والله يا اه دي تنفع ابعت لنا بقى كمية كبيرة او لا ما تنفعش ما تبعت لناش حاجة خلاص فدي اسمها pre-shipment دي اول case خلاص ودي عادة الوزنة ما بتبقاش كبيرة يعني بنتكلم مثلا less than 10 كيلو جرام less than 10 كيلو جرام اقل من 10 كيلو خلاص في الحالة دي بنتكلم ان احنا بناخد sample واحدة بس والsample دي بتكون 125 جرام خلاص هتلاقي الكلام ده مكتوب عندكم في الكتاب وحتشوفوه معايا في السلايد اللي جاية ومش مكتوب في السلايد دي يبقى ده اول case يبقى اول case بالنسبالي in السامبل اللي انا هاخدها او اول حاجة ان يكون عندي الهربروماتيريا in bulk ببتدي اشوف الوزنة اللي ما بعتلي كلها الكيس الاولانية انها تكون pre-shipment sample والpre-shipment sample دي بتكون صغيرة جدا زي ما قلتلكم الفندور بيكون باعتها بهدف بس ان المصنع يعمل لها evaluation تفقى على كلمة فندور دي اللي هو رجل السبلاير فودي غالبا بتكون وزنتها اقل من 2 كيلو جرام باخد من 2 كيلو جرام دول sample واحدة بمقدار 125 جرام يبقى انا باخد بالسامبلر كده وزنة وابدأ اوزن بقى accurate على ميزان واشوف لغاية لما توصل السامبلر السامبل معايا لمية 25 جرام بس ميزة السامبلر انه هو انا ببعرف السحبة تقريبا around cam فبسحب سحبة او سحبتين حسب وابتدي احطهم على الميزان المفروض ان يطلعوا around الرقم ده ابتدي اعيرهم بقى بالزبط او اوزنهم بالزبط لغاية لما وصل ال 125 جرام بتواي يبقى دي اول كيس وبزي ما قلتلكم هنا انا مش محتاج اكتر من sample واحدة انا مش محتاج repeated sampling دي اول نقطة الكيس التانية ان يكون عندي كمية من الباتش بتاعتي وزنتها اقل من 100 كيلو جرام يبقى من اول عشرة لغاية اقل من 100 كيلو خلاص كده منتكلم هنا على كيلو جرام دي كيس برضو مش كتير قوي بتلاقيه تمام اغلبية الوزنات اللي بتبقى عندنا بتبقى اكتر من كده لكن الكيس دي بتكون موجودة ان بيكون عندك هرب الباتش جايلك مش كبيرة قوي بتبقى زي ما قلتلكم خلي بالكو مش كبيرة قوي ده بنسبة للمصنع انما هي طبعا كبيرة 100 كيلو جرام ده كمية كبيرة جدا فبنتكلم انها من اكتر من 10 كيلو زي ما قلتلك او من 10 كيلو لغاية اقل من كم اقل من 100 كيلو جرام في الحالة دي بيعمل ايه بنركز في النقطة دي شوية بتقول لي ان انت بتاخد at least 250 جرام يبقى الوزنة اللي انا حقودها هتكون 250 جرام وهنا يعني ايه ممكن تعمله ممكن لا ممكن تيجي على الباتش اللي بالوزنة دي وتسحب سامبل واحدة 250 جرام مكان واحد وخلاص على كده ولكن انا زي ما قلتلكم انا اللي بفضله برغم ان الجايدلاينز بتقول ان ده انا اللي بفضله دايما ان انت تعمل ايه تعمل وتاخد الوزنة بتاعتك اللي هي 250 جرام اروح على خمسة كونتينرز واخد من كل كونتينر 50 جرام واجمعهم مع بعض يبقى انا كده عندي الفاينال سامبل بتاعتي اللي هي 250 جرام يبقى انا كده عملت repeated sampling واخدت من different parts from the batch خلاص كده انما الجايدلاينز في النقطة دي بتقول ان انت طالما الباتش بتاعتك powder واقل من 100 كيلو من اكتر من 10 لغاية 100 بتاخد سامبل واحدة 250 جرام وخلاص على كده تمام؟ طبعا برضو باستخدام السامبل دي الكيس التانية الكيس التالتة بقى هي دي للجايدلاينز بدأت تتكلم فيها بشكل specific جدا لان دي الموست الموست كومون كيس جوه المصانع ان بتكون الهربة الروماتيريا اللي جاية لك powder ولكن وزنتها اكتر من 100 كيلو جرام او خلينا نقول من 100 كيلو جرام وانت طالع تمام كده؟ في الحالة دي هنعمل ايه؟ في الحالة دي repeated sampling is a must يعني انت لازم تعمل repeated sampling according للايه؟ according للايه تمام كده؟ الاقل من 100 كيلو كان repeated sampling optional زي ما قلتلكم قلتلكم يفضل تعملوه انما اكتر من 100 هنا repeated sampling بقى must تمام؟ او بقى اجباري طب هنعملو زي number of samples اللي انت هتاخدها عدد السامبل اللي انت هتاخدها لازم تكون not less than one over ten the number of packages خلينا نركز في الجملة دي كويس قوي not less than one over ten يعني عشر number of packages بمعنى ايه؟ بمعنى ان عدد السامبلز اللي انا هاخدها في repeated sampling ما هتفعل ان ال repeated دي يعني انا بكرر السامبلينج بتاعي فالمفروض ان عدد السامبلز اللي هتتاخد تكون على الاقل على الاقل اللي دخلي بالكم ممكن اخد اكتر انما على الاقل واحد على عشرة من number of packages اللي موجودة عندي يعني ايه packages يعني containers مش packaging units containers يعني البوكسات الكبيرة اللي هي cartoon boxes او cylinder boxes فنفترض مثلا ان انا عندي 100 package جايلي 100 package او 100 container كبار يبقى المفروض ان انا اخد على الاقل 10 samples واحد على عشرة من المية اللي هم عشرة فيبقى كده 10 samples جايلي 200 package يبقى على الاقل اخد 20 package 20 sample وهكذا تمام ممكن اخد اكتر انما ما اخدش اقل من كده مفهوم وطالما بعمل repeated sampling يبقى sampling ده هيكون from different parts of the batch يبقى كل sample من دول هتكون من container مختلف ودي نقطة مهمة جدا خلاص كده او حتى لو هاخد من نفس ال container يبقى اخد من different packaging units تمام ولكن الافضل ان انا اعدد عدد ال container اللي انا باخد منها او cartoon boxes اللي انا باخد منها خلاص فهمنا يبقى كده عارفنا حزبة number of samples هتتتحسب ازاي يبقى انا كده عارفت انا هاخد كام sample طيب وزنة كل sample المفروض تكون قد ايه انا باخد دلوقتي repeated sampling المفروض وزنة كل sample تكون قد ايه قالك هنا مفيش طبعا حاجة معينة specific قوي في ال guidelines فانت بتاخد حسب كل مصطع بقى ال SOPs بتاعته او ال standard operating procedures بتاعته بتقول ايه تمام انما انما الاغلب يعني ان كل مرة انت بتاخد equal weight في كل مرة من دول والequal weight ده المفروض انه هو يكون رقم كويس بمعنى ان انا مثلا المفروض يفضل يعني انا بفضل ان انت تاخد لك على اقل 250 جرام في كل مرة في كل مرة من دول تاخد لك 250 جرام تمام انما زي ما قلت لكم الرقم بتاع sample هنا او الweight ده مش محدد بشكل كبير بمعنى ان انت هيعتمد على standard operating procedures بتاعت المصطع خلاص في بعض المصانع تقول لك لا كل sample هتتاخد هتبقى 500 جرام او هتبقى كيلو او هتبقى 750 جرام مش مشكلة المهم في الاخر لانه دي مش الوزنة final فانت كده هتاخد وزنة بس دي representative sample من كل حتة وبعدين هقول لكم هنعمل فيهم ايه فايا كانت الوزنة اللي انت هتاخدها لكل sample دي هنتكلم فيها بعد كده حسب المصنع اللي انت شغال فيه ولكن عدد samples هو ده اللي يهمني عدد samples هو ده اللي يهمني خلاص وكل ما weight بتاع sample اللي انت بتاخد هيزيد ده كل ما يكون افضل في المرحلة الاولى دي لان ده هيكون representative اكتر ده اكيد خلاص يبقى ده اول النقطة النقطة التانية ان انا بعد ما اخد sample z كلها اعمل فيها ايه لازم اعمل لها حاجة اسمها mixing and quartering يبقى انا اول حاجة عرفت ان الهوربا material بتاعتي empowered form وزنتها اكتر الباتش كلها وزنتها 100 كيلو جرام وانت طالع فبدأ تعمل repeated sampling عدد samples اللي باخد ها بتعتمد على عدد packages اللي جاي لي رقم معين اخد 10 على اقل واعمل samples على قد العشر ده تمام وزي ما قلتلكم يفضل انها تكون from different parts يعني يفضل ان كل sample تكون من container مختلف خلاص كده مفهوم بس كده دي النقطة الاولانية وبعدين ببتدي اجمع samples دي كلها مع بعض واعمل حاجة اسمها mixing وquartering هنشوف في السلايد اللي جاي طب وزن كل sample قد ايه قلتلكم ان يفضل ان المينمم يكون 250 جرام وانت طالع كل ما تزود الweight بتاع كل sample بتاخدها يكون افضل تمام بحيس بعمل كمية كبيرة طيب الكمية اللي هتخد ها دي هتعمل بها ايه لما هتجمع ها كده مع الكمية pulled sample تمام pulled sample يعني ايه يعني collection collective sample من اكتر من sample متجمعين مع بعض تمام وطبعا وزنتها بتكون كبيرة لان انت تخيل مثلا انت واخد 10 samples كل sample عبارة عن مثلا 250 جرام فانت بتتكلم في 2 كيلو ونص تمام ده كده دي اسمها pulled sample طب هاي الهائلية دي اللي انا هعمل لها analysis لا خالص انا محتاج اعمل sample دي ايه محتاج اعمل لها حاجة اسمها mixing mixing يعني ابتدأ اخلط السامبل دي كلها مع بعض طب انا بعمل mixing ده ليه الميكسين ده بعمله عشان اضمن homogeneity فاكريين لما قلنا ان مشكلة الهربر هي انها heterogeneous فانا بعمل mixing ده عشان اضمن ان الماتيريا اللي بتاعتي تكون homogenous دي نقطة مهمة جدا 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 اقل للهيتيروجينيتي اللي موجودة فيها خلاص تعالوا نشوف بقى التكنيك او الطريقة اللي انا بعمل بيها mixing والquartering بتمشي ازاي دي الطريقة اللي احنا بنعمل بيها mixing and quartering طريقة بسيطة جدا جدا احنا دي كده pooled sample بتاعتي اهي هنا تمام واضحة دي pooled sample وطبعا pooled sample تمام هي اللي فوق دي ودي اللي انا اللي ما جمع فيها كل repeated samples مع بعض اللي انا جمعتوه خلاص بعمل ايه لازم اعمل mixing and quartering الميكسينج معناها ان انا بحاول اخلط sample دي كلها مع بعض وفي الاخر اخليها عايزه بعد كده ابتدي اعمل خطوة كده زي ما بيقولوا ان انا خليها نص دايرة شايفين يعني زي ما بيكون ان انا عملت لها flattening اللي لتها شوية بدا مها pyramidal خليتها flattened خالص وتبقى بالشكل اللي قدامك ده هنا في الخطوة دي خلاص كل ده mixing خطوة mixing ان انا خليها الاول pyramidal وبعدين بعد كده ابتدي اعمل لها flattening كويس بحيث انها تبقى flattened بالشكل ده عاملة زي الدايرة او مسطحة بالشكل ده تمام بعد كده ابتدي اقسم الكمية دي لاربع اقسام four quarters قد بعض تقريبا بالنظر كل ده بالنظر ما فوش حاجة accurate اوي بتبتدي ان انت تقسمها الاربع اقسام بالشكل ده يبقى four quarters عشان كده سمناها quartering mixing and quartering يبقى بعد ما بتطمن ان انا استعملت mixing كويس وعلى فكرة دلوقتي بقت الحاجات يقولها automated يعني انت بدخلها على mixer ده بيخلط لك الpowder دي كلها مع بعض وبعد كده بيقوم عمل لها flattening ويقسم لك الاربع ايه quarters وممكن تتعمل manual يعني موضوع مش صعب خالص تمام بعد كده بيبقى عمدنا الاربع quarters دول واضحين الموضوع مش محتاج حاجة automated قوي الاربع quarters دول ابتدي اعمل ايه ابتدي اعمل rejection ل two diagonal quarters يعني rejection يعني ارميهم discord فاجي مثلا على two diagonal quarters دول ارميهم diagonal يعني يعني عارفين diagonal القطري فبالتالي ارمي الاثنين دول والاثنين التانيين هم دول اللي انا استخدمهم ايا كان ممكن ارمي دول وممكن ارمي دول عادي مفيش مشاكل اعمل rejection لاثنين واخلي اثنين والاثنين اللي فضلين اجمعهم مع بعض واعمل pulled sample جديدة في شكل pyramid زي ما انتو شايفين كده خلاص يبقى اولاني وهنا هتعمل quartering تاني يبقى انت الميكسينج والquartering ده بيتعمل اكتر من مرة وفي كل مرة ايه اللي بيحصل بتضمن ان حصل good mixing وبتقلل sample size اللي عندك للنص لان انت رميت ربعين وخليت ربعين فكده قلت sample size بتاعك للنص وده مطلوب انت عايز تعمل mixing وفي نفس الوقت تقلل الكمية بحيث يفضل معك كمية في الاخر صغيرة بس تكون representing whole batch وتقدر ان انت تعمل لها بعد كده testing فهمنا زي شباب وبالتالي نفترض مثلا ان انا بادئ بكمية هنا عبارة عن 2 كيلو اللي هي دي عبارة عن 2000 جرام او 2 كيلو خلاص يبقى بعد اول process من mixing and quartering هيكون عندي 1000 جرام يبقى دي كده عبارة عن 1000 جرام خلاص اللي هنا دي تمام البراميدل ده عبارة عن 1000 جرام اللي هو النص لان احنا اتفقنا بقلنا نص على طول لان انا برمي 2 diagonal quarters تقريبا خلاص طبعا بوزن بتطمن ان الكمية عندي فعلا مع بعض واوزن الكمية اللي موجودة عندي المفروض انها تكون تقريبا 500 جرام تمام اعمل نفس الحركة دي تاني ورمي 2 فيبقى عندي 250 جرام بتقول لي ان انا بفضل اعمل لغاية لما يبقى عندي 250 جرام يعني ممكن تكون اكتر من كده ولكن اقل كمية تقدر تستخدمها كفاين هيا 250 جرام وساعتها ما تقدرش تعمل ميكسينج وكوارترينج اكتر من كده وهي دي الوفيشل سامبل اللي انت هتعمل لها تاستينج بعد كده فهمنا شباب يبقى دي الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها عشان نقدر نطلع سامبل هوموجينيس هوموجينيس او هوموجينيتي للإيه للسامبل او للهربر رو ماتيريال يارب تكون الدنيا واضحة تمام طيب نفترض ان انا جيت عملت ميكسينج وكوارترينج في مرة لقيت ان الوزنة بتاعتي وصلت مثلا بقت 400 جرام خلاص هل اعمل ميكسينج وكوارترينج تاني لو جيت عملت ميكسينج وكوارترينج تاني ايه اللي هيحصل هتوصل لسامبل 200 جرام هل 200 جرام دي اوفيشل خالص اقل كمية قدر اوصلها 250 فانا لو وصلت الرقم الرقم ده بعده لو عملت ميكسينج وكوارترينج ما وصلتش ل250 اوصل لكمية اقل من 250 يبقى لازم اوقف هنا يبقى كده الاوفيشل سامبل بتاعتي لازم تكون 400 جرام تمام طبعا لو في اي مشاكل او حاجة مش مفهومة بالنسبة لجزء سامبل يبعتوني طبعا على المحاضرة وانا ان شاء الله بقى رد عليها باذن الله على خير خلاص واضح يبقى دي اول طريقة اللي هي فكرة وطبعا انا هبعتلكم برضو مسائل هنحل مسائل سوا بحس ان احنا نتطمن على الجزء خلاص يبقى كده احنا خلصنا اول جزء اللي هو فكرة لما يبقى عندك الباتيريا وعرفنا ازاي بنشتغل على الثلاث احتمالات اللي عندي ممكن يكون عندي حاجة اسمها اقل من 10 كيلو ساعتها باخد سامبل 125 جرام او عندي سامبل عندي باتش جاية لي 100 كيلو لغاية اقل من 100 كيلو يعني من 10 لغاية اقل من 100 من 100 كيلو في الحالة دي باخد سامبل 150 جرام قلتلكم ساعتها يفضل ان انا اعمل ويبقى عندي في الاخر 250 جرام وخلاص حتى مش لازم اعمل لان ما قالتش كده انما بتقول ان لو عندك اكتر من كده بقى 100 كيلو فا اكتر ساعتها بقى هو ده الكلام ساعتها بقى نبتدي ان احنا نعمل لازم عدد السامبل اللي هتاخدها في الاخر يمثل 1 على 10 من وبعدين بتبتدي تجمع السامبل دي كلها مع بعض يبقى عندك حاجة اسمها والسامبل اللي هي الكلكتف سامبل وبعدين تبتدي تعملها ميكسينج ويس جدا وفلاتنينج وكوارترينج وتاخد نصها يبقى انت كده بتقلل السايز بتاعها وفي نفس الوقت بتعملها ميكسينج تاخد النص النص ده تبتدي تشوف وزنته قد ايه وعلى اساسه تحكم هل انا محتاج اعمل ميكسينج وكوارترينج تاني ولا لا الحكم بتاعي بيعتمد على ان انا نيجي للكيس التانية بقى ان انت برضو عندك herbal raw material in bulk يعني عندك كمية كبيرة برضو من الروماتيريا لسه ما وصلناش للfinished product ولا حاجة بس ايه الفرق المراضي الفرق المراضي ان الherbal raw material جايالك زي كده مثلا هنا ginger roots يبقى جايالك ازاي جايالك intact جايالك in entire مش in powdered form يعني جايالك in pieces زي ما انتو شايفين هنا عشو كده وبيقولك ان size بتاحها اكبر من one centimeter cube يعني اكتر من مش powder خلاص بقيت عبارة عن plant port جايالك root جايالك ryzome جايالك leaf خلاص كده انت بتتكلم في حاجة اسمها pieces تمام ايه بقى السامبل او ايه الطريقة انا انا بشتغل بها في الحالة دي نفس الطريقة بتاعة الpowder الفرق الوحيد في الكميات او في الweights اللي بتاخدها في الاخر بمعنى ايه هلينا نشوف سوا احنا اتفقنا دلوقتي ان عندنا القاعدة بتقولي لو انت total weight بتاعك اقل من 10 كيلو دي pre-shipment sample وفي الحالة دي بتاخد 125 جرام ده في العادي مفيش فيها مشاكل تمام دي كده كده يعني guidelines بتقولك ان دي كده كده القاعدة بتاعتك في الpowder خلاص طب هنا تعمل ايه نفس الكلام ال pre-shipment sample ما بيقاش فيها تغيير كبير خلاص انما التغيير كله بيبقى بعد كده لما بتيجي تتكلم مثلا على herbal raw material من اول العشرة كيلو لغاية اقل من 100 كيلو ادي كيس تمام والكيس التانية اللي هي اكتر من 100 ايه كيلو وبالمناسبة guidelines تعتد WHO في حالة ال pieces دي بالذات بتقولك ان انت ممكن تستخدم ال hands بتاعتك عادي في السامبلينج يعني ممكن لو انت لابس gloves تستخدم تاخد بايدك عادي جدا sample مش لازم تحتاج sampler وده طبعا بسبب ان بعض الاحيان بتبقى pieces دي كبيرة قوي على sampler فبتبقى صعب ان انت تاخد ديها كمية او تاخد السامبل بتاعتك عن طريق السامبلر برغم ان السامبلر دي احجام كبيرة او احجام كتير ولكن في بعض الاحيان بيتبقى صعب شوية فبتبقى handling اسهل عن طريق ال hands بس تبقى في gloves موجودة بس هنا مش اجباري انما انت السامبلر يكون اجباري في حالات الفاودر واضحة دي نقطة برضو مهمة لازم نبقى فاهمنا ده فرق مهم بين الاتنين طيب في الحالة بتاعت ال pieces دي هنعمل فيها ايه لو الوزنة بتاعتي من 10 كيلو لغاية اقل من 100 كيلو قلتلكوا دي مش الحالة ال common قوي جوه المصانع في الحالة دي بنعمل ايه في الحالة دي بناخد sample single sample برضو وتبقى كام 500 جرام على الاقل هناك لو رجعنا للفاودر كنا قلنا ان اقل sample تقدر تاخدها 250 جرام هو ده الفرق الاساسي ان في pieces بتاخد sample على الاقل تكون 500 جرام اما في الناحية التانية بتكون 250 جرام برضو هنا في الحالة بتاعت الا اكتر من 10 او من 10 لغاية اقل من 100 كيلو الحالة دي ممكن ان انت تكون repeated sampling فيها optional يعني مش شرط ان انت تعمل repeated sampling ممكن تاخد sample واحدة وال sample دي تبقى وزنتها 500 جرام على الاقل وخلاص على كده كلمة على الاقل دي معناها ان انت ممكن تزود انما ما ينفعش تقل عن كده قلتلكم يا جماعة ان هنا guidelines في الارقام بتحدد لك limits انما ما بتقولكش ارقام specific انت حسب شغلك وحسب المصنع عندك بيشتغل ازاي انما لازم ما تقل عن حاجة معينة فاهمني لان كده كده دي sample انت بتاخدها بعد كده تعمل عليها analysis فهي مش الweight ده هو اللي هيفرق معاك في الاناليس المفروض ان sample دي طالما homogenous لو هي جرام زي ما تكون 100 جرام لو هي كيلو زي ما تكون 10 جرام مش هتفرق لان هي في الاخر sample انت بتعمل لها analysis by different methods مفهوم بس بتحدد لك limits مايفاعش تنزل عنها فهنا limit بتاعك بنسبة من 10 لغاية اقل من 100 كيلو بتتكلم ان لازم final sample بتاعتك او sample تاخدها تكون مش اقل من 500 جرام وزي ما قلت لكم ممكن تاخدها على مرة واحدة ممكن تعمل repeated sampling من different ports دي بتاعتك انت optional والافضل زي ما قلت لكم دايما تعمل repeated sampling ده رأيي تمام according to the guidelines repeated sampling بيتم برضو فين في الحاجات اللي هي اكتر من 100 كيلو ودي اغلبية المصانع بتشتغل في الكميات دي خلاص هنعمل ايه نفس الخطوات بتاعت الباودر بس الفرق ان final official weight بالنسبالك ماينفعش يقل عن 500 جرام هناك كان final هنا بتاخد ضعف بتاخد ضعف الكميات بس كده تمام انما مثلا نفترض ان انت جايلك باتش كبيرة اكتر من 100 كيلو خلاص هتبتدي تعد عدد الكاراتين اللي جايلك قد ايه وتبتدي تحسب الواحد على 10 بتاعتها ده المينمم ممكن تحسب على اكتر من كده انما ينفعش تحسب على اقل استخدم سامبلر او لا زي ما قلنا تسحب كمية وتحطها كمية وتحطها في بوكس كمية وتحطها في ايه في بوكس لغاية لما يبقى معاك 10 او 20 بوكس حسب الحزبة بتاعتك تاخد الكمية دي كلها وتعمل لها تحطهم كلهم مع بعض وبعدين تبتدي تعمل لها جدا وتعمل لها طبعا ترمي اتنين واتخلي اتنين وتعمل الاتنين دول وتوزن تمام المفروض ان توصل في الاخر ان يكون عندك سامبل متقل عن 500 ممكن تبقى زياد من كده حسب احتياجتك وحسب الاناليسيز عندك هيمشي ازاي بس كده دي كده الفكرة الاساسية هنا زي ما قلتلك الفرق الوحيد بس في مش اكتر من اخر كيس هنتكلم عليها ان مش هيكون عندي هيربل ماتيريا خلاص هيكون عندي تعالوا بقى نشوف هتمشي ازاي تعالوا بقى شباب بدل الوقتي نشوف الكيس التالت بالنسبة لنا في عملية السامبلينج اللي هي فكرة الريتيل باكتج ازاي ما شرحت لكم قبل كده قلتلكم في الاول او الجزء الاولاني من السامبلينج قلتلكم ان احنا هايب عندنا نوعين النوع الاولاني هو والنوع التاني والنوع التاني هو الريتيل اللي هو او حتى اللي هي بدأت تبقى في شكل ولكن في اغلبية الاوقات بتكون الريتيل دي خلاص بتكون اللي هي الفينيش زي ما انتو شايفين هنا كده وخلاص متعبية وحتروح الصيدليوت تمام وبالتالي يبقى مهم جدا ان احنا نبقى فاهمين هنا طريقة السامبلينج هتم ازاي هتقول ايه انا بعمل سامبلينج هنا لان انا محتاج اعمل كواليتي كنترول براسس على الفينيش برودكت فانا محتاج برضو اخد سامبل من البرودكت اللي طالع وتأكد انه تمام وبالتالي محتاج اعمل سامبلينج بشكل مزبوط طيب الحالة دي بقى اعمل فيها ايه انا هنا عندي كيس تمام الكيس الاول هناك كنت بقسم اكوردينج لي شكل النبات هل هو باودر او حالته هل هو باودر ولا هل هو بيس اما هنا الكيس بتاع دي بقسم ها اكوردينج لي هل هي لارش باتش ولا سمول باتش طيب ايه حتة لارش باتش وسمول باتش دي كلمة سمول باتش معناها ان انا بتكلم دايما الليمت بتاعي اللي يفرق لي بين الاتنين هو الرقم خمسة افتكارها كده ان السمول باتش هي ال و لما نتكلم على باكس فاحنا بنتكلم على كونتينر على كارتون باكس او على اي شكل من اشكال الكنتينر اللي بتبقى متعبي فيها ال packaging units زي هنا يبقى دي ممكن نعتبرها packaging units اللي هي علب الدواء مثلا ازايز بنتكلم على علب الدواء اللي هي مثلا كابسولات او شرايط او غيره يبقى بنتكلم ان كل علبة من دول هي packaging units انما units دي متعبية جوه كارتين فالكارتونة دي هي دي الباكس اللي انا بتكلم عليه فلو احنا بنتكلم لغاية 5 boxes it's a small batch تمام طبعا 5 boxes دي قليل قوي ان تطلع من المصنع بالشكل ده تمام ولكن هنتكلم على الحالة دي هنعمل فيها ايه خلاص يبقى 1 to 5 boxes دي تعتبر small batch واتفقنا ان box هنا معناها container مش packaging unit وبالتالي في الحالة دي يبقى up to 5 احنا نعتبر small في الحالة دي اعمل ايه احنا consumer packages خلي بالك consumer package هي packaging unit بس احنا هنا بنقول بقى ايه عشان ده البيشنت هو اللي هيشتريه فبنسميه consumer package يبقى باختصار شديد احنا في الجزء الاولاني كنا بنتكلم على ميلي carotene او بنتكلم على packages اي ان كانت شكل package ده ايه ممكن تكون شكاير مثلا شكارة ومليانة فيها النبات بتاعك عادي تمام حسب ما هي جايلك من vendor عاملة ازاي فدي كنا بنسميها packages وخلاص انما في retail packages احنا بنتكلم دايما ان عندي boxes اللي هي cartoon boxes اللي هي containers ودي بيكون موجود جواها اللي احنا هنا هنسميها consumer packages ففي الحالة الاولانية اللي هي حالة small batch احنا بيبع عندنا up to five boxes دي نعتبرها small في الحالة دي اعمل ايه قال لك take 10 consumer packages يعني تبتدي تعد عشرة consumer packages طبعا بالعقل كده لو انا بتكلم خلي بالكم ان الحالة دي من واحد لخمسة يعني ممكن يبقى عندك box واحد يمكن عملتك اثنين تلاتة اربعة خمسة كل ده انت في small batch فانت ممكن تاخد هنا guidelines ما قالت لكش تاخد 10 consumer packages منين ممكن تاخدهم كلهم من نفس box وممكن تاخدهم من different boxes حسب تمام وبالتالي هنا ما فيش حاجة في guideline بتقول حاجة معين ولكن بتأكد representing batch كلها اللي موجودة عندك لما لو انت عندك already one container واحد او box واحد خلاص هتاخد العشرة من فهمين ازاي فهنا ما فيش حاجة ثبت ما فيش قعدة ثبتة في النقطة دي ولكن زي ما قلتلك انا دايما بفضل تعمل repeated sampling وrepeated sampling يبقى من different parts من package او من batch من different parts من batch بتاعتك سواء batch دي retail او batch دي bulk تمام طيب خلصنا جبنا العشرة consumer packages طبعا consumer packages غالبا هتكون formula يعني هتكون pharmaceutical preparation tablet capsule حسب بقى تمام فانت بتبتدي اغلبية dietary supplements بتكون oral يعني فغالبا هيكون tablet او capsule وغالبا بتكون capsule وبالتاني في الحالة دي في حاجات syrup دي dietary supplements في صور tablets او capsules في الحالة دي هنعمل ايه هنعمل زي ما قلت ركو ناخد consumer packages نبتدي نحاول ان احنا نحول ها الpowder تمام فحنا بنعمل زي pooled sample تاني فحنا بنعمل pooled sample دي لو هي كابسولات بنفكها ونجمع الcontent اللي فيها لو هي tablet بنبتدي نطحنها المهم يبقى عندي الpyramid flattening mixing and quartering لغاية لما اوصل ل250 gram sample يبقى اي ان كان التان consumer packages دول في الاخر هيطلعولي powder قد ايه وزن الوزن ده ببتدي اعمل له mixing و quartering لغاية لما اوصل لفاينال package او الفاينال sorry official sample اللي هي بتبقى 250 gram تمام يبقى هنا بنتعامل معاملة powder in bulk اللي هي بتعمل mixing and quartering لغاية لما توصل ل250 gram بنفس الطريقة بالضبط تمام يبقى ده الحالة بتاعت small batch طب تعالوا نشوف الحالة التانية اللي هي حالة large batch دي تمام حالة large batch يبقى انا بتكلم اي batch عندي من retail packages هيكون فيها اكتر من 5 boxes يبقى 5 ده small اكتر من 5 انت بتتكلم بقى طيب بتعمل ايه بقى في ده قالك في الحالة دي انت برضو هتعمل نفس الفكرة اللي عملناها هناك لما بيكون عندي الوزنة بتاعة الروماتيريا الاكتر من 100 كيلو كنت بعمل ايه كنت باخد 1 على 10 هناك كنت بعيد عدد عدد وعدد وعدد بتاعتي تكون 1 على 10 من هنا بعمل الاول بختار انا عندي كنتينرز كتير انا عندي اكتر من 5 باكس نفترض مثلا ان انا عندي 100 باكس مثلا تمام يبقى انا اعمل حسابي ان انا لازم اختار من 100 دول عشرهم على الاقل يبقى هنا الواحد على 10 هي النامبر اللي انا هاخد فبالتالي لو انا عندي 100 باكس هموعمل سامبل لا طبعا هتفتح العشرة باكس دول اللي هما المينمم بالنسبة لك اللي هما يعتبروا الواحد على عشرة من النمبر أو بنقول عليها ساعات هول سيل كونتينرز برضو ده اسم تاني لازم نبقى عارفينه وابتدي اخد من كل باكس اتنين كونسيومر باكس يبقى اخد من كل وابتدي لغاية لما وصل الفاينل اوفيشل سامبل ويت اللي هو امتين وخمسين جرام فاهمنا يبقى دي كده الجايد لائنز بالنسبة للسامبلين في الحالتين لو انا عندي هيربل رو ماتيرييل او لو انا عندي هيربل ماتيرييل او ريتيل باكيجز او فنش ايه فنش برودوكس تمام يارب تكون الدنيا كده وضحت معاكم وكده ده بالنسبة للجزء اللي ايه السامبلين كده خلصناه باذن الله على خير في بعض الحاجات الحالات اللي هي بتبقى اكسبشن مش عايز اخش قوي في تفاصيلها لان هتاخد معنا وقت طويل فانا بكتفي قوي بالحاجات اللي هي الميجر اللي هي بتشوف ها كتير جوه المصنع تمام فيبقى دي الكيس تقريبا اللي بتبقى موجودة للسامبلينج سواء للروماتيريال او للريتيل باكيجز يبقى تاني عشان نرجع ريتيل احنا بتتكلم من اللي هي بتبقى لغاية 5 باكيجز انت بتاخد 10 كونسيومر باكيجز وخلاص على كده تاخدهم بقى من الكارتون بتاخدها من اكتر من واحد حسب المهم اللي انت هتاخد فبالتالي حسب عدد التوتل عدد بتاع الكنتينير ستاخد عشرهم على الاقل زي ما قلنا قبل كده فتاخد عشرهم ومن العشر ده تبتدي تفتح الباكيجز دي وتاخد من كل باكيجز منهم اتنين كونسيومر باكيجز وتبتدي تجمع كل ده مع بعض وتشتغل ميكسينج وكورترينج دي حاجة تنشور الافيشنج ميكسينج دي تاني حاجة الحاجة التالتة ان السامبل اللي انت واخدها فعلا is representing the whole batch وده يمكن اهم هدف يعني ده المين ايم في الاخر ان انا بعمل كل ده وبعمل الميكسينج الكويس وبعمل الكورترينج عشان اقل بتاع السامبل ولكن الهدف الاساسي في الاخر هو ده المين جول ان انا السامبل اللي حقودها واشتغل بيها بعد كده لها بنقول عليها الأوفيشل سامبل دي لازم تكون بس كده تمام هتلاحظوا ان كل خطوة بتتعمل لها هدف الميكسينج اللي بعمله خلال فترة الميكسينج عشان اوصل الاول البول سامبل اولا البول سامبل دي لو تلاحظوا هتلاقيها بتمثل ديفرنت بورتس من الباتش دايما فدايما بختار من اماكن مختلفة من الباتش ودايما في الاحاجات الكبيرة بعمل كل ده عشان حتة الهوموجينيتي وعشان حتة ان انا اضمن ان انا ممثل فعلا للباتش كلها اللي قدامي تمام كده دي حاجة التانية بعد ما بعمل بعمل بول سامبل بعمل ميكسينج كويس جدا فالميكسينج ده بيضمن لي الهوموجينيتي ان ما بيبقاش فيه هتيروجينوس سامبل خلاص عمدي وبعدين ببتدي اعمل الكوارترينج الهدف منه ان انا اقلل بتاعت السامبل لغاية لما اوصل في الاخر للفاينل اوفيشل ويت وبكرر البروزيس دي اكتر من مرة عشان يحصل نفس الاهداف بشكل مور افكتف سواء الميكسينج الهي بقى ايفيشنت الريدوكشن بتاع السامبل يبقى اكتر تقدر تعمله بشكل اكبر ان السامبل بتاعتك تبقى مور هوموجينيس انها هتبقى ريبريزنتينج اكتر لليه للهول باتش فيا رب تكون الدنيا كده وضحت ده كده بالنسبة لي جوز السامبلينج خلصناه على خير تمام النقطة الاخيرة اللي عايز اتكلم عليها في حتة السامبلينج ان احنا بنقول ان لازم بعد ما توصل للفاينل اوفيشل سامبل اللي هي 250 جرام او 500 جرام في حالة مثلا البيسز مهم قوي قوي ان انت في المرحلة دي تقوم ساحب جزء صغير من السامبل ممكن يبقى جرام 2 3 حسب حسب الاس او بي حسب الستاندرد اوبراتينج بروسيدير بتاعت المصنع بتقول ايه كل مصنع بتختلف المهم ان انت بتاخد جزء من السامبل مش كبير وبتشيله as a reference material شو تبي كابت as a reference material انت بيبقى عندك 250 جرام عندك 500 ممكن يكون عندك اكتر من كده زي ما قلنا قبل كده انما مش شاء ما يفعش يكون عندك اقل فبتاخد من الجزء ده سامبل صغيرة وتخليها reference يعني reference يعني بتشيلها بتشيلها على جنب وبتكتب ان دي reference material للباتش رقم كذا اللي انت واخد منها سامبلك بحيس ان بعد كده لو حصل اي حاجة يبقى عندك ال reference ده تقدر ترجع له في اي وقت يعني نفترض مثلا ان انت شكت في بعض النتائج عايز تعيد تجارب والسامبل اللي معك خلصت خلاص انت واخد عندك جزء سايب وعلى جنب لأي مشكلة لأي طوارئ عايز مثلا تقارن حد يشتغل تاني ويقارن النتائج اللي انت عملتها بنتائج حد تاني فبالتالي مهم او انه يبقى عنده reference ياخد السامبل دي جربها بحيس يبقى فيه different analysts اشتغلوا على نفس السامبل وطلعوا هل نتطلعوا نتائج زي بعض ولا نتائج مختلفة ده مهم فبالتالي مهم او ان انت يبقى عندك reference material متشالة على جنب وما يتعملش عليها اي نوع من انواع الاناليسيس وطبعا كل patch بتيجي المصنع بيتعمل لها sampling وبيتعمل لها reference material بتاعته تمام سواء من ال raw material او ال finished A product لان انتو عارفين ان كل patch بتطلع بيقى لها رقم فبقى فيه patch number جوه المصنع لكل حاجة بايه بيتم انتاجها هنشوف مع بعض بقى ايه انا هحاول ان انا ان شاء الله كده بيتعتقد ان كده كفاء عليكم النهاردة انا كنت ناوي خش في sample examination بس انا بصيت على الوقت دلوقتي لقيته كتير ساعتين يعني يا دوبك فكده المحاضرة بتاعتكم تمام فانا هبتدي ان شاء الله المحاضرة الجاية معاكم ب sample examination عشان برضو ما يبقاش الكام كبير عليكم في المحاضرة دي خلاص فباذن الله المحاضرة الجاية على خير هنبتدي sample examination ونحاول ان احنا ان شاء الله نخش مع بعض شوية في خلاص ان شاء الله شكرا لكم يا شباب وربنا يوفقكم ان شاء الله في امتحانات الميتر متعاتكم سلام عليكم